الاهلي والزمالك وبيرامدز وغدا في يوتشر ظهور مبهر للأندية المصرية في البطرات الأفريقية وده العادي والمفروض يكون المعتد الزمالك مبارح والاهلي وبيرامدز النهاردة عملوا أداء ونتيجة بيّنوا أنه هم الأقوى في القارة على مستوى البطلطين ومعهم في يوتشر شغل فني محترب من الأجهزة الفنية للفرق الثلاثة ولاعبين رائعين زيزو حمد فتح وفخر الدين بن يوسف كانوا أبطال الفرق الثلاثة وده البداية نفرح بيها من غير مبالغة ومنقللش منها علشان النتائج الكبيرة مبروك للزمالك والأهلي والبرامد وبكرة إن شاء الله نبارك يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة الأهلي بيكسب اتحاد المنستري إيابا 3-0 بعدما فاز زهابا 1-0 أحمد عبدالقادر وحمدي فتح يا هدفين أداء رائع ونتيجة كبيرة قدام فريق محترم برامدز كمان فاز النهاردة على هلال الساحل بنتيجة كبيرة جدا 7-0 أهداف لحمد سامي وفخر الدين بن يوسف سجل 3 أهداف ورمضان صبحي سجل هدف وإسلام عيسى سجل هدف ومحمد الشيبي سجل هدف بالمناسبة إسلام عيسى طرد في الشوت الأول لو ما كانش طرد إسلام عيسى زي ما قالت كيس جونيورس الموديل فني البرامدز كانت النتيجة هتبقى أكبر من كده كمان أكبر من سبع أهداف الملاحظ أن الزهور مبهر الزهور مفرح الزهور يسعد وأنا دايماً بقول ورأيي ومش رأيي بوطنية وحب الكرة المصرية وكلام اللطيف ده لأ كرة كرة الأهل والزمالك هما الأكبر والأهم في دورة أبطال الأفراق على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الأجهزة الفنية على مستوى التشكيلة والقيمة التسوقية والأداء والتاريخ وكل حاجة فالأهل والزمالك الأقوى في دورة الأبطال لو بتتكلم على مستوى التشكيلة في الكونفيدرالية فالبرامدز وفيوتشر هما الأكبر والأفضل بس لو بتتكلم على التاريخ ممكن يكون فيه فرق لها تاريخ في البطولة الأفراقية في الكونفيدرالية أكبر من بيراميز وفيوتشر لكن لو بتتكلم كورة يعني وعلى مستوى التشكيلة والأجهزة الفنية فبيراميز وفيوتشر يوصلوا نهاج ودور الأبطال المفروض أكيد الصحيح بدون مجادلة الأهل يوز مالك يوصلوا نهاج دور الأبطال هتقول لي يا عمّة ما تبليغش بقى ما فيه التراجي التراجي النهاردة كان هيخرج من من دور أبطال أفريق كان فيه دقطة كده حاولت النهاردة اتواصل مع كابتن إبراهيم نور الدين عشان أفهم صحة قراره التراجي النهاردة كان بلاعب فريق ناجيري وكان فيه كورة اللي سجل منها التراجي هدفه وصعد به للدور القادم في دور الأبطال أفريقيا ضربة الجزاء تبدو أو المخالفة تبدو أن هي من خارج منطقة الجزاء كابتن إبراهيم نور الدين حسبها ضرب الجزاء حالة جدل كبيرة طبعا والغريب أن هي حالة جدل عندنا أكتر من عندهم يعني من عند أي حد إحنا اللي بنجدل أكتر يعني بس كورة تبدو إنها مش ضربة جزاء شكلها مش ضربة جزاء بس قلت يمكن الكابتن إبراهيم له دافع قانوني في هذا الأمر حاولت تتواصل مع ما عرفتش سألت بعض خبراء التحكيم قالوا لأ مش ضربة جزاء خبالك كابتن بردور الدين هو حكمنا الأول في مصر هو الحكم رقم واحد في القائمة الدولية فيارب ما يكونش خطأ هتقول لي يعني أنت ما شفتاش إن هي مش خطأ أنا شايفها مش خطأ مش ضربة جزاء شايفها كده بس بحاول أدور على المبرر بتاعه ما شفهاش كان في حد دقصاده كان الحكم المساعدة المفروض يتدخل يعني في حاجة كان مفروض تحصل عشان هي شكلها في التصوير تبدو واضحة إنها مش ضربة جزاء عموماً يعني دي نقطة هم الشيء نرجعتين الأهل يوزى مالك يوصلوا فينال الأهل تشكيلة بقت محترمة جداً جهاز فني عشان يبقى كلامي ضقيق جداً عشان ميتمسكش علي بتتمسك الحاجات دي كتير يبدو يبدو إنه جهاز فني جيد يبدو إنه مدير فني جيد يبدو هتقول لي قلت يبدو ليه يعني عشان الأهل يكسر مطشين في دورة أبطال أفريقيا بقى المدرب جيد لا مش جيد يبدو الله أعلم باللي جيد طيب يبدو ليه فيه حاجات أنا باحترمها في المدرب اللي هي ايه أول ما شوف الفرقة بتلعب أشوف حاجات محفوظة في الملعب فأنا النهاردة والمباراة اللي فاتت مع الأهلي شوفت حاجات محفوظة أول حاجة اللي حضرتكم لكم شايفينها الضربات السبت لا بقى فيها تكنيك وتكتيك وفيها شغل كبير جداً فني معمول فيه تحفيز معمول فيها شكية كل القرآن السبتة للأهلي الوقت بقت خطيرة جداً جداً فده شغل مدير فني واحد اثنين لو تلاحظ النهاردة والمباراة الماضية الأهلي لا يعتمد كثيراً على الكرات الطولية الأهلي مع سوارش كان بيعتمد على الكرات الطولية الأهلي في أواخر موسيماني كان بيعتمد على الكرات الطولية وكنا ساعتها منطلع نقول مش الأهلي اللي يعلق كرة في الهوى الأهلي اللي يلعب على الأرض ويبني هجمات ويوصل للجول فده مع مرسل كرر الواحد شايفه ما بيلعبش كرات طولية طيب دي حاجة حاجة تالت تنظيم تنظيم الهجومي والدفاعي هتقول لي لا بس كان فيه كم هجمة خطيرة النهاردة على الأهلي صح بس دي بقى ترجع للحتة النفسية والزهنية عند اللعب المصري بشكل عام تضامن أنا جبت هدف واثنين فضامن للسعود خلاص فتبدأ الأمور يبقى فيها شوية مرونة مش رؤونة مرونة تكتكية فيبقى في بعض الأخطاء بس لما تفرج على مباراة الزهاب اتحاد المنستيري هذا الفريق الخطير جدا هذا الفريق الكبير جدا هذا الفريق اللي ختم الدورة تونسي في المركز الثاني الموسم الماضي اللي تخطى الأفريق والنجم السحلي والصفاكسي وأندية كبيرة في تونس وكان خسر الدورة فارق نقطتين فقط عن الترجي مقدرش يعمل هجمة واحدة في مباراة الزهاب في تونس قدام النادي الآلي ده تنظيم عودة بعض اللاعبين عملت شكل حلو للأهلي هتقول لي زي مين أول واحد طبعا أكرم توفيق طبعا رجولة وإخلاص وحماس وأداء فيه كل أنواع الروحة الحلوة يعني الروحة القوية يعني الرجولة في الملعب فيش كورة كده تحس إن أكرم توفيق كسل فيها ما فيش كورة كده تحس إن أكرم توفيق قال خلاص ما قال لجنبي هيشيلها هو رايح لكل كورة وبيتلعب منتهى القوة ونضج وتطور في مركز الزهاية الأيمن تعرفين طبعا أكرم مش مركزه الأساسي فأول مكسب للأهلي في اللاعبين اللي عادوا أكرم توفيق محمود متولي حالة محمود متولي حالة بونا جيد بيلعب كورة كويسة هادي في الدفاع زاكي مع محمد عبد المنم عاملين شغلة حلوة جدا حمدي فاتحي حلوته وشطرته ومهارته في القرات اللي زي بتاعته النهاردة كده هو الشاطر أوي في القرات العرضية دماغه حلوة جدا وبيزيد بيعرف يلعب تمانية وبيعرف يلعب ستة وديانجي بيعرف يلعب ستة وبيلعب تمانية شوف في ناس النهاردة كتير تكلموا على هو ليه بدأ باثنين لعبة ستة اثنين ستة ديفندرات يعني بيدفعوا أكتر ما بيهاجموا عامل سولية اللي نظريا هو اللي بيعرف يدفع ويهاجم هو اللعب تمانية بس هو في حيات القمر ديانجي بيعرف يعمل ده وحمدي فتحي بيعرف يعمل ده وده شوفنا النهاردة في الأهل عبدالقادر أدقه جيد جدا مهارته حلوة بس بالتأكيد محتاج يعني شوية يلعب لزميله بس النهاردة جاب جول حلوة أوج أوج شادي في الفطر العبه كان هايل برونو سابيو حلو لسه لسه ما شوفناش منه إبداعات كبيرة ولكن لمساته حلوة فدي مكاسب الأهل مكاسب الزمالك تتلخص ببساطة عشان مكاسب الزمالك مش هقدر أقولك النهاردة إن زيزو مكسب بس طبعا إبراهيم أنوضاي واضح إنه مكسب كبير جدا لنادي الزمالك عمل مباراة كبيرة جدا ورائعا بارح هو كان أفضل لعب في المباراة لو لا لو لا هاترك زيزو اللي خلاب طبيعة الحال هو أفضل لعب في المباراة وزيزو دايما هو الأفضل يعني بس الزمالك تحسه بقى فرقة تقيلة واقفة على رجلها يا سجلت هدف دخل فيها التعادل هرد باربعة تانيين عايد جدا بهدوء وثبات ده شغل مين مدير فني ما تتخضوش ما تقلقوش ما تهزروش نلعب برجولة نلعب بروح نلعب أداءنا وهنسجل وما فيش أي مشكلة بس الزمالك كده كده من الموسم الماضي مع فريرة واقف على رجل برامدز لغز لغز كبير عنده تشكيلة هيلة وعنده لعبين رؤعين ويكسب مباراة زي دي سبع وممكن مباراة أقل منها يتعصر ما يقدرش يوصل لآخر النقطة في البطولة ما يقدرش ياخد البطولة دايما فيه علامة استفاقات برامدز يعني ما تقدرش تقول برامدز فريق وحش أو فريق عنده نواقص بالعكس برامدز دلوقتي فريق مكتمل السفوف تماما تماما برامدز عمل مباراة كبيرة أيضا مع هلال الساحل السبعية وكانت ممكن تبقى أكتر لولا ضرد إسلام عيسى احنا النهاردة معنا حوار في منتهى الأهمية مع حارس مرمى منتخبنا الوطني الحارس الذي تقلق بشكل كبير في كأس الأورم الأفريقية الماضية اللي عمل إبداعات عظيمة جدا وقت إصابة محمد الشناوي حارس مرمى رائع لمنتخبنا وكان رائع لنادي الزمالك وهو الآن حارس يبحث عن مشوار جديد مع نادي البنك الأهلي اللي حصل الفترة الماضية اللي خلته يوصل للبنك الأهلي هل هو نادم على أي خطوة عملها منذ كأس الأهم الأفريقية هل هو حاسس أنه أثر في حدق نفسه ولا في عوامل خارجية هي اللي خلته يوصل لهذه المرحلة المرحلة اللي هو راضي عنها أنه يصل للبنك الأهلي تحدث كثيرا بشكل رائع عن البنك الأهلي وإزاي الناس تعاملت معاه رد كمان بالمناسبة على الكلام اللي تقال أنه رئيس نادي البنك الأهلي اتطرده من مكتبه وكان فيه مشكلة مع رئيس البنك الأهلي تحدث من بعيد لبعيد كده عن علاقته بنادي الزمالك بالمناسبة هو رفض تماما الحديث عن أزمته مع نادي النصر السعودي عشان هو بيقول إنه فيه أضايا دلوقتي وفيه حاجات فيه المحاكم فهو مش عايز يتناول هذه الأمور تعرفين قصة النصر وتعاقد مع النصر والنصر بعد كده تراجع عن هذا التعاقد وتعاقد مع حارس آخر فهو مرضيش يتكلم في هذا الأمر عشان كده مش تلاقه ده في الحوار لأسباب لا علاقة به إن الأمور تنظر قضائيا أو تنظر بشكل أو بآخر يعني هنروح لهذا الحوار اللي أجريناه اليوم مع محمد أبو جبل في نادي البنك الأهلي كثيرا كثيرا عملنا حوارات كثيرة مع كل مسؤولي نادي البنك الأهلي هنزعل حضراتكم قريبا جدا ولكن قلنا النهاردة نزعل لكم حوار محمد أبو جبل حارس مرمى منتخبنا الوطني اللي لسه مقتنع إنه قريب جدا هيرجع لمنتخب مصر نشوف اللقاء ونرجع نكمل حلايتنا كابتل محمد أخبارك مشرف ومنور الحمد لله كله زي الفلو عامل إيه ربا حليك أنتم مشرفين ومنور أنت بتتكلم في مرحلة جديدة مع البنك الأهلي مرحلة إن شاء الله كلها نجحات زي ما كان مشوارك كله نجحات ما شاء الله عليك إن شاء الله يمكن نادي البنك نادي بقى له فترة موجود في الدور الممتاز السنة دي عملنا تدعمات كويسة جدا عندنا طموح وعندنا أمل نعمل حاجة سنادي عندنا حلم إن إحنا نلعب أفريقيا فكل اللعبة اللي موجودة بالجهزة الفني بالإداري بإدارة البنك كلهم مهتمين جدا بالفريق عايزين نعمل حاجة سنادي كل اللعب جاي عنده طموح عايزي وصله وعايزي حقق حاجة مع فريق جديد فإن شاء الله رب نكرمنا السنادي وإذن الله ونقدر نعمل حاجة كويسة الناس اهتمت بشكل كبير جدا اتعاملت معاك العيب بروفيشنال يعني حتى معظم الكلام اللي كان بتكتب واللي تقال ما حصلش أنا مش فاهم كان ليه الاكتهادات دي كلها اللي بتحصل أو الحرب اللي كانت دايرة إن الموضوع عبو جبل ينتقل فين أو يروح فين أو مايروحش فين عشان ترجمي أكيد نجمي بس كان فيه أسباب رئاسية من ناس معينة كانت بتحصل يعني ما كانش لها داعي بس الحمد لله يمكن يعني بتتكلم على المشكلة اللي تعالت اللي بينك وبين رئيس البنك الآلي رئيس نادي البنك الآلي الزبت كده حصل المشكلة بينك وفجأة لأنه كنتو الاثنين وقفين بتتصور مع بعض يعني سيادتي لواء أشرفت عاملني معاملة من أول يوم قابلت فيها بيقول لي أنا والدك ونت ابني فما كانش ليه لازمة اللي بيحصل والاكتهادات اللي كانت بتحصل عشان يبوازوا العلاقة أو عشان يبوازوا الدنيا أو ناس لها مصال ما كنتش فاهم إيه اللي قادر يحصل يعني اللي اجتهدات دي ليه معرفش بصراحة يعني ليه ليه حد يبقى مركز مع محمد أبو جبل رغم أن أنت عارف وقت كاسب أهم الأفريقية مصر كلها شايف محمد أبو جبل النجم الأول محمد أبو جبل اللعب العظيم محمد أبو جبل اللعب الكبير اللي يخلي الناس تبقى مش عايزة محمد أبو جبل ينجح والله ده اللي أنا نفسي فهمه لمصلحة ايه أو لغرض ما معرفش إيه اللي بيحصل بذات زي ما أنت قلت أنا يمكن جات فترة علامة لفترات كتت أفريقيا كلها ومعظم العالم كان بيتكلم عني وأدائي مع المنتخب وبعض البطولة من بعد ما رجعت بحس إن فيه ناس بتتصايد الأخطاء بحس إن فيه حاجات غريبة كده مش نورمال يعني اللي بيحصل في الكورة مش مش طبيعي فما فيش مشكلة أنا راجل بكتهد وبقدل عليا وربنا شايف وعالم ما بقزيش حد ما بدايقش حد والحمد لله ربنا بوفاني دي الظروف الخارجية لو اعتبرنا أنها صحيح هل في الفترة ما بعد كأس الأمر والأفريقاء شايف إن محمد أبو جبل أدار مشواره المهني بشكل سليم من ناحيته هو أنا من ناحيتي ما غلطتش في أي حاجة أنا ما أصرتش في أي حاجة أنا عملت كل الإجتهاد وكل الحلول اللي ربنا مان علي بيها واللي أنا كنت شايفة في الوقت ده صح لكن لسبب ما الظروف كلها تلغبطت وما حصلش اللي أنا كنت عايزه يمكن دي كانت حكمة ربنا برضو في الأول وفي الآخر ما قدرش أعترض لأن في الأول وفي الآخر كلها معطيات وكلها أسباب بتحصل نحنا مشيين في الدنيا كده يعني كلها أسباب وكلها معطيات بتحصل بناخد بالأسباب ربنا بكرمنا بيها ما بناخدش بالأسباب ما تحصل بس مش زعلان أكيد طبعا مش زعلان ربنا أداني حاجة كويسة في وقت من الأوقات ويما أخدها مني أكيد أنا مستنى الأفضل مني البنك اللي قال لي الموسم اللي جاي بتعندك من منافسة كبيرة جدا مع الزنفولي وعمل أداء رائع جدا الموسم الماضي قدرك دايما أن يبقى معاك حارس تاني منافس قوي جدا مش حارس تاني قليل في كل مكان انت لقبت فيه كان عندك حارس تاني وماشاء الله كنت بتثبت وجودك المنافسة بينك وبين الزنفولي ساناتي في البنك يمكن منافسة ما بنا من أول يوم إن إحنا كلنا نتمرن كويس ونكتهد لمصلحتنا ولمصلحة الفرقة إحنا اللي هنحط الفرقة في موقف سليم في ترتيب كويس في الجدول في أداء كويس وكل ده هيعود علينا احنا بالنفع لمصلحتنا احنا الشخصية ولمصلحة الفرقة فهو ده كان اتفاقنا وهو ده اللي احنا شغالين عليه وهو ده مع الكابت الخادم تولي مدرب لجوان فعندنا سيستم ماشين بي من أول السنة وإن شاء الله نقدر نحق حاجة زي ما قلت لك في البداية المنتخب مصر هل حصل تواصل بينك وبين الجازل فاني المنتخب مصر فترة ما ده الجازل جديد؟ المنتخب مصر ده شرف كبير لأي حد يمكن أنا جربت ولعبت بفترة المنتخب يمكن أتمنى أن كل يوم وبعند ماتش منتخب أكيد حصل فيه تواصل ما بيني بس طبعا هم الناس كلموني بسبب الظروف اللي كنت فيها وبسبب أن أنا كنت لسه ما روحتش نادي يعني مخلصتش مع نادي كان عندي كمية مفاوضات كبيرة فالناس فضلوا أن هم يعني يخلوني بره مستبعد المعسكر ده وإن شاء الله الأيام الجاي يكون في آخر في وقت من الوقت كان المنافسة بينك وبين محمد الشيناو كبيرة جدا لدرجة أن فيه ناس كتير يبتقول أن محمد أبو جابل يستحق يبقى الحارس الأول لمنتخب مصر حاس أنك بعدت عن المنافسة دي؟ لا خالص لا خالص ما فيش حد بعيد عن منافسة منتخب مصر أو عن أن هو يكون موجود في حراسة مرمى المتخب ده حق مشروع لأي حارس وأي لعف في مصر كلها زي ما قلت لك حتى ما بنضمن المنتخب آه بتبقى فيه نقط أساسية بس اللي بيأدي كويس ولي بيشتغل كويس في المعسكر ربنا بيوفقه وما فيش حاجة بعيدة عن ربنا زي ما انت شفت ربنا بيغير الحال في ثانية صح في كاس الوم الأفريقية في ثواني محمد أبو جابلت كان رقم واحد في مصر آه يعني أنا من فترة من واحد عنده كورونا قبل البطولة اللي ما سافرش اللي سافر بعدها بتلات أيام وصل على أول ماتش ربنا كرمني عدين أول ماتش وتانى ماتش جينا في الدور الستاشر آآ حصلت إصابة لشناوي نزلت يعني ترتيب ربنا مفيش حسن منه انت الفترة دي بالمناسبة يعني ده بنت ذكرتها الفترة دي كانت فترة مفاجأة آه طبعا شناوي بقاله فترة هو الحارس الأول لمنتخب مصر فهي حارس بديل حتى لو هو اسم كبير واسم كويس الناس كانت بتقلق شوية انه لو شارك مكان محمد شده ممكن يحصل مشكلة انت زي كنت جاهز وازاي نفسيا كنت متقاهب لهذه الأمور ازاي أصلا تخطيت كل الضغوط الممكنة يعني انت تتكلم في كاس الأمر أفريقيا ده ضغط الواحد لعب المتخب مصر ده ضغط الواحده لا ده انت كمان الجمهور بصصلك انه لا أبو جبل مش هيسد آآ ممكن ده يكون طبيعي من وجهة بعض نازل الناس لكن عشان ده عشان شناوي رجل وسبتا بالذات كده يعني ده طبيعي من العيب الكرة للعيب اللي يكون بعيد غير اللي بيكون موجود بالسمرار بس انا ما بين وما بين نفس انا انا تعبت كتير جدا في حياتي من وانا عند اتناشر سنة انا شغال على هدف ده عشان اكون موجود في منتخب مصر عشان يما تجيلي فرصة في منتخب مصر اثبت لنفسي و للناس كلها ان في حد موجود اسم ابو جبل جاهز يكون موجود للمنتخب فأي وقت طلبوه في الاستعانة بيه جاهز ان هو يكون موجود يعني وده الداني دافع كبير جدا ان انا بشتغل على نفسي بحاول اطور من نفسي كل شوية بخش في منافسات كتير جدا في النادي وفي المنتخب والحمد لله فضل ربنا وبوفقني وبكسب فيها كله بالاجتهاب في التمرين والعمل عندي نقطة اساسية بابا امركز فيها في حياتي وبحاول اوصل لها والحمد لله كل النقطة ركزت فيها وصلت لها في تواصل بينكم محمد الشيناو مستمر؟ على طول ما بين وما بين كل الناس ما بقدرش اقطع علاقتة مع حد لان انا علاقتة كلها كلها كويس بناس كلها مين اقتر اللي عيبة اللي انت لسه على تواصل معهم من المنتخب ومن ناجي الزمالك يعني اللي بيتلهم عكتل الواتش كتير والله يعني معزم الوات دايما مع النني ومع ترزيجيه رمضان صبحي شناوي حجازي طاري حامد محمود علاء زمالي هنا في البنك على طول كلهم معايا في التليفون وعالواتساب يعني لا كتير مش مش عايز انسى حد بس في علاقات كتير ما بيننا ما بين بعض وهي دي اللي بتكون الانسجام والحب وان احنا بنقدر جوى الملعب بنحتوي بعض وكلنا نكون موجودين كرجال يعني بنستحمل بعض في الكلام بنشجع بعض الموضوع بيفرق صدقني بيفرق كتير انا هسألك سؤالين في الاخر القابل الاخير الزمالك هو بياخد درع الدور وبياخد كاس مصر كنت نفسك تبقى موجود اكيد طبعا اكيد شرف كبير ان انا اكون موجود لتاني سنة على التوالي وارفع درع الدوري والكاس لكن لبعض الظروف ما قدرتش ان انا كون موجود في الصورة بس الحمد لله انا موجود في المعنى نفسه يعني انا لعبت عدد كبير من الموضوعات في الدوري وانا اللي لعبت عدد كبير من الكاس يعني الحمد لله بطولتين برضو تحسبولي مهما كون ان انا مش موجود في الصورة بشكل ما لكن الحمد لله بطولتين وتحسبولي في التاريخ او في مشوار كله يعني الحمد لله عندي اكتر من 12 بطولة بحمد ربنا عليهم وان شاء الله يكون في زيادة الفترة القادية سوشال ميديا علاقتك بها ايه علاقة كويسة ولا علاقة تزعل ولا علاقة تنرفزها بتتعصب منها والاراق ولا بتبقى ممسوت يعني بتعمل مع السوشال ميديا زي انا اعرف ان انت بتعمل مع السوشال ميديا تصدقني انا ما عندش اي علاقة بالسوشال ميديا نهائي خالص خالص معاك ناس بتشتغل عشان دابا بتنازل بس بعض الأخبار يما بتوصلك وأنت بتدايق يما بتسمع حاجات يعني ما حصلتش أو حاجات أنا إنسان بعيد عن السوشيال ميديا وحابب أن أنا أكون بعيد لأن السوشيال ميديا بتشكل خطر كبير جدا على الفكر وعلى النفسية وعلى عمل النفسي اللي هما بيلعبوا دايما عليه دايما بيحطوا العيب تحت تثبت أنه هم مضغوط مضغوط لا السوشيال ميديا أنا ما بحاولش أبص عليها أصلا ولا بحاول أفكر فيها أي أكتر خبر كان مضايقك الفترة حاجات كتير الفترة يا خيارة هل بتقول لي كابيجي الفترة يا خيارة دايئت كتير بس إيه الخبر الوحيد عشان نقول للناس كمان ده الخبر دايئب وجابل ومخشي سحي أعمل يعني حاجات مثل زي اللي إنت قلته حصلت مشكلة ما بينه وما بين سيادتي يعني خبر دايئني جدا لأن عارف أنت ما بيحصل لك خبر في وقت زي ده من في مرحلة زي دي في نفس الطايم ده فبتحس إنك إنت مقصود من ناس معينة عايزة عايزة توقعك بأي طريقة الناس اللي عايزة توقعك دي لسه موجودة لحاله لوقتين يعني لسه بيحاولوا سيادا لحاله لحاله لوقتين أأكيد هسي عليهгор يفضل موجودين طول مما بعد قو البتل كورا أو يمكن بعد قو البتل كيمة إنت عندك مشكلة شخصية مع بعض الناس لا 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 march dialogue أنا ما ما أعتبرهش مشكلة شخصية ممكن دي تكون دي وجهة نظر عني لكن هو من ناحيتي هو ممكن يكون هو معي معي عني έχει مشكلة شخصية لكن أنا ابعتبرها يعني أنا مابعتبرهش كدة او ما باخدهاش بالعداوة دي لا انا عادي جدا انا طول ما انا موجود انا موجود وهقدي وهلعب وهنافس وهخش في تحديات وهكسب وهخسر انا ما بحسبهاش كده تفتكير بنكي لا انا هيوصل لحد في الموسم اللي جايف ان شاء الله المرحلة كبيرة جدا احنا نكون مطمنين ومرتحين ومبسوطين لها ان شاء الله ممكن مربع سابي مش بعيد مش بعيد مش بعيد خالص كابتن محمد انت شرفت ونورت عارف ان كان فيه كلام كتير مفهول نتكلم فيه بس مش عايز اشغلك بالماضي عشان نتكلم في المستقبل ان شاء الله لا خلينا في المستقبل الحسن لان المستقبل هو اللي حقه كل حاجة بإذن الله يا مستقبل عظيم ربي خليه شكرا 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 ده كلك انا مع النجم الكبير كابتن محمد ابو جابل حارس مرمى فريق البنك الاقلي ومنتخب مصر لسه بكملين مع حضراتكم خليكم معكم يا لن بحضراتكم مرة اخرى بص لقيا انا بقى في قصة محمد ابو جابل انه هو في المكان الجيد دلوقتي المكان الهادئ دلوقتي هو كان محتاج الهدوء ده حارس رائع حارس مميز اه طبعا كان رجله اساسي في نادي الزمالك كان عنده افر او عرض في نادي النصر حصل اللي حصل مع نادي النصر السعودي وجابه اسبينا ويه سابه محمد ابو جابل تعرض لسوق حظ شوية ممكن يكون هو ما ادرش زي انا كنت سألتوا السؤال ده ما ادرش حياته المهنية في الفترة الاولية دي بشكل رائع ومسالي ممكن ممكن بس هو بيقول انه لا بس وارد يعني في كل احوال في كل احوال نتمنى ان محمد ابو جابل يرجع تاني حارس رائع حارس مميز يفيد منتخبنا الوطني ويفيد فريق واكيد فريق البنك الاهلي طيب قبل اللقاء ابو جابل كنا نتكلم على مباريات الاهلي والزمالك وبيرامينتز في نقطة الكامي يوم اللي فاتوا اصيرت بشكل فيه منتهى القوة وبشكل عنيف جدا التذاكر غالية تذاكر المباريات غالية تذاكر المباريات غالية شركة تسكرتي ردت على هذا الامر عشان بعض الناس اتهموا شركة تسكرتي بسبب ارتفاع اصعار التذاكر في بعض المباريات قالت حاجة منطقة جدا انا مش بس شركة تسكرتي طبعا اشرح لكم الاول لو شركة تسكرتي قالت ايه قالت ان ادارات الاندية والتحاد الكورة وربطة الاندية هي اللي بتحدد أسعار التذاكر يعني الأهلي بيحدد أسعار تذاكره الزمالك بيحدد أسعار تذاكره الإسماعيلي المصري للتحاد أي نادي هو اللي بيحدد أسعار تذاكره طيب اتحاد الكورة عنده مباراة منتخب مصر وعنده كاس مصر هو اللي بيحدد أسعار التذاكر بتاعته رابط الأندية عندها كأس الربطة هي اللي بتحدد أسعار كأس الربطة ببساطة شديد طيب هتقول يعني شركة تسكرتي كده بتعمل إيه شركة تسكرتي هي الوسيط هي اللي بتبيع التذاكر يعني حضرتك دلوقتي انت نادي بتقول لي تسكرتي والله انا عايز ابيع تسكرتي المباراة بتاعتي من 100 جنيه فحضرتك بتقدل شركة تسكرتي اسعار تذاكرك شركة تسكرتي بتحطها عندها على الموقع الالكتروني وحضرتك كمشجع بتخش تشتري الاسعار دي مين اللي بيحطها الاندية الاسعار دي مين اللي بيحطها اتحاد الكورة الاسعار دي مين اللي بيحطها رابطة الاندية بالمناسبة مش بس شركة تسكرتي أخد بالك حالكم بتروحوا حفلات غنائية وبتروحوا أفلام وبتروحوا مصرحيات في شركات زي شركة تسكرتي بتبيع تذاكر في الحفلات وهكذا برضو لو أنت رايح حفلة لعمر دياب لو رايح حفلة لأنغام في المكان هنا أو المكان هنا أو المكان هنا فمنظم الحفلة هو اللي بيحط أسعار التذاكر والشركات اللي هي اللي بيتبيع التذاكر دي هي بتبقى مجرد وسيط مش هي بتحط أسعار التذاكر خالص دي بس عاش تبقى واضح طيب ده من جانب الجانب الآخر بقى موضوع التذاكر يجي يقول لك الأهلي حدد مية جنيه سعر تسكرته في مباراة اتحاد المنستيري غالية جدا وخلاص الناس يعني الناس لما بدأت تفهم إن شركة تسكرتي مثلا ما لقاش علاقة بالقام فراحت تهاجم إدارة النادي الأهلي تسألني عن رأي هقولك لو علي أنا نفس التذاكر تبقى بلاش ونفس الجميل كلها تروح للمدرجات وكلنا يعني إيه نفسها نستمتع بالمباراة في المدرجات ومن نتكلفش كتير عشان دي مهمة في حيات تمام أنا هو أنا متفق معاك طيب النادي بقى بيفكر إزاي النادي هيجي يقول لك والله أنا إيجار الإستاد بيغلع علي أنا أسعار اللاعبين بتغلع علي أنا كل ما له علاقة بكرة القدم أو نشاط كرة القدم كل التفصيلة فيه بتغلع علي اللبس اللي هما بيلبسوه لها بيغلع علي كل حاجة بتغلع فسعر التسكرة اللي حركة بتشتريها من خمس سنين مش هينفع تبقى نفس سعر التسكرة اللي بتشتريها دلوقتي هتقول لي يعني هي كده رخيصة هقول لك لا مش رخيصة بس أنا بقول لك النادي بيفكر إزاي النادي الأهلي والزمالك والإسمائي أي نادي يعني لو سعر التسكرة مش عجبك أنا بقول لك هو بيفكر إزاي وبالمناسبة كل الأندية في مصر كل الأندية في مصر تقريبا ما بتكسبش كتير من أسعار التسكرة أو ما بتكسبش خالص عشان انت طبعا لو قرنت مثلا 6000 مشجع راحوا للإستاد في سعر تسكرة 100 جنيه فانت بتتكلم فيه رقم 60 ألف ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة حرفيا يعني فاهم فانت بقى مش هيجي إيجار الإستاد نفسه يعني إيجار الإستاد النادي بيأجره مش هيبقى التامن ده بس يعني أي فلوس وانت طبعا بطبيعة الحياة بتحب بتدعم نتيج بتحب تسنده مرة ألف مرة ألف أنا مش بقول إنه اللي بيعلي التذاكر دي هو صح بس أنا بقولك هو مشروع أو بيفكر إزاي يعني هو لو عنده حاجة تخلي الأسعار دي مخفضة أكتر وينفع يعملها أرجوك يعملها لو سمحت أعملها عشان الناس تروح المدرج والناس عندهم ما يكفي من هموم حياتية ومش عايزين المباراة كمان تبقى مكلفة عليهم أو تزيد عليهم أحمال يومية فلو تقدر أنا بكلم أي نادي تقالي للتذاكر أهل النساء بس أنا بشرح لكم لأنديها بس بتفكر إزاي مش أنا ماشي معاهم أو مش ماشي مع فكرهم الله أعلم هم بيديروا منظومتهم الاقتصادية إزاي أو المالية إزاي الله أعلم مش أنا مش أنا اللي جواها ما عرفش التفاصيل فيها إيه أنا بقولك بس هو بيفكر إزاي لكن لو علي والله نفسي اللي أصار تبقى التذاكر تبقى ببلاش بس ده ما بيحصلش بأي حتى في العالم تذاكر بفلوس بطبيعة الحالي يعني أنت رايح تتفرج على مباراة عايز تستمتع وتشجع وتدفع ثمن الموت عالي ده في أي مكان في العالم في أي مكان في العالم بس دي موضوع التذاكر يعني كان موضوع جدل يقاوش بهدوء ببساطة شديد طيب نكمل أخبار مصدر برابط الأندية قالنا في رقم عشرة أن الرابطة أجلت إعلان جدول مباراة الإسبوع الأول من عمر الدوري عشان الحكاية بتاعة المصر البورسعي هيلعب في استاد قناة السويس ولا هيلعب في استاد برج العرب فهم أجلوا الإعلان عن جدول الإسبوع الأول وإن كان فيه تسريبات كثيرة أن المباراة تبقى يوم الثلاثة والأربعة والخميس اللي جايين بس هو ده سبب التأجيل الإعلان الرسمي عن الإسبوع الأول أو مواعيد الإسبوع الأول من الدوري الممتاز ده فيما يخص موقف الرابط كمان مصدر في رابط الأندية قال لنا أنه تأكد إقامة مباراة سيرامية كلوباترا مع نادي الزمالك في الإسبوع الثاني من عمر الدوري الممتاز على استاد القاهرة كان فيه كلام أن استاد القاهرة يعني هيرجع يستضيف مباراة يوم 25 مباراة يوم 23 فاستاد القاهرة وافق أن المباراة تبقى 23 ويأجل فكرة أو يعني يبضر فكرة أنه يتم الإفتاح مرة أخرى لمدة يومين فقط ويلعب الزمالك وسيراميكا كليوباترا المباراة في مواعدها في الإسبوع الثاني على ملعب استاد القاهرة ده خبر آخر نادي الأهلي مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قعد مع محمد محمود لعب وسط الفريق وقال له التالي حضرتك أيوة ده كان ده على السان كولر أيوة أنا فعلا كنت عايزة عيرك في فضل الانتقالات الصيفية وما حصلش نصيب ما تمش أعرض هذا وقت حدث مع حدث فحضرتك هتروح تتضرب مع فريق الشباب طيب هل معنى أن أنت هتروح تتضرب مع فريق الشباب اللي أنا خلاص مش عايزك مش عايزك تتلمع فيه الأول لا بس خليك جاهز طويل وقت عشان ممكن في أي لحظة أحتاجك في الفريق الأول فمش عايزك تتعامل مع تدريبك مع فريق الشباب وكأنه عقاب خليك دايما جاهز عشان في أي وقت هخليك موجود مع الفريق الأول لما شوف التقارير الدورية عنك ده خبر خبر آخر يوم واحد وعشرين القادم هيبقى فيه جلسة استماع أخيرة في قضية نادي الزمالك وخالد بطيب الزمالك عليه حكم أولي باثنين ونصف مليون دولار زي ما حضراتكم عارفين الزمالك هيقدم ورق أن اللاعب هو اللي تغيب عن التدريبات وواخد كل مستحقاته وأنه ادعى الإصابة فترة من الفترات وأنه راح معسكر المتخب المغربي ومصابة جدد إصابته وهيحاول يقدم دفوعه اللي تخليه يتخلص من هذه الغرامة الكبيرة الضغمة بصراحة يعني كبيرة أوش كبيرة كمان على خالد بطيب اللي الزمالك ما استفدش منه تقريبا يعني إطلاقا كمان مصدر في نادي الزمالك قال لنا أن مسؤول النادي اتفقوا مع سيف جعفر على تجديد عقده مع مع عارطه في يناير القاضي يعني هيجددوا عقد اللاعب وبعد كده هيعروه في يناير القادم عشان ياخد فرصة هم حاسين أنه هو مش هياخد فرصة كبيرة مع الجهاز الفاني الحالي أو مع مجموعة اللاعبين حاليين وفي نفس الوقت هم عارفين أنه لاعب له قيمة كبيرة وهيبقى مفيد للنادي في المستقبل فهيقرروا يعروه في يناير القادم مع تجديد تعاقله قبل الاعر ده بالنسبة لسيف جعفر وهو لاعب حقيقي موهوب كمان مصدر في نادي الزمالك قال لنا أن إدارة الكرة بنادي الزمالك بتقوم في الوقت الحالي بتجهيز كيمة مكافئة الدوري لمين بقى لمين لعشرف بن شارك هم كانوا متفقين مع عشرف بن شارك قبل رحيله أنه هم هيدولوا مكافئة الدوري وقالوله نحن احترمنا الفترة اللي أنت قضيتها مع نادي الزمالك وطريقة خروجك من نادي الزمالك وانت شاركت في جزء كبير من فوز الزمالك بالدوري ده بالنسبة لنادي الزمالك النهاردة عمر مرموش جاب حتة جول حلوة حلاوة طبعا عشان معايش الرايت يعني ما قدرش أزعلك جول اللي جابه النهاردة عمر مرموش مع فلفز بورج فيه مرمى مونشنجلات باخ قدر أقولك أن الجول نسخة تبقى الأصل من هدف عماد متعب في الاتحاد الليبي اللي هو أخد الكرة على سيدرو ولف لفة كاملة كده ورح حط الكرة مرموش عمل واحدة شبهها كده النهاردة حلوة الجول كمان أنه كان هدف التعادل لفلفز بورج اللي كان خسران اتنين واحد نزل مرموش في الشوت التاني بعد نزوله بعشر دقائق سجل هدف التعادل ومخسرش فريق فلفز بورج هزي المباراة قدام مونشنجلات باخ بكرة في يوم حكاية في الكرة احنا بالنسبة لنا العامل حكاية دي بتبقى في الكرة الناس اللي بتحب الكرة يعني بكرة في الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونا في الدولي الأسباني من جانب وفيه منشستر سيتي وليفربول في الدولي الإنجليزي من جانب آخر تعالوا نشوف موقف برشلونا وريال مدريد قبل هذا المجرد حتى نشوف موقف منشستر سيتي وليفربول المباراة تبقى في أنفلد فنممكن نقول ليفربول ومنشستر سيتي تعالوا نشوف الأول برشورونا وريال مدريد برشورونا في المركز الأول في جدول الدوري الأسباني بـ 22 نقطة لعب 8 مباريات فاس في 7 وتعادل في واحدة ولم يخسر أي مباراة سجل 20 هدف واستقبل واحد هدف هدف واحد هدف فريق طبعا روبرت ليبانفاسكي والفريق أو روبرت ليبانفاسكي لعب 8 مباريات سجل 9 أهداف معدل طبعا رائع جدا وضع طبيعي إنسو فاتي هو الأكثر صناعي الأهداف في برشورونا 8 مباريات مباراة وحيدة كأساسي صنع فيهم 3 أهداف غيابات برشورونا طبعا حالكم عارفينها كلكم نالو أروخو وهكتور بليلين وكريستنسن وديباي دي أبرز غيابات برشورونا وكوندي رجع التدريبات بالمناسبة وغالبا هيشارك في المباراة بحسن ما أعلن شافة عن النزم دي الفني لفريق برشورونا مكسب عودة كوندي طبعا كوندي تعافى دي تصرحات تشافي مدرب برشورونا النهاردة قال إن كوندي تعافى من إصابته من نسبة 100% ومتاح لمواجهة ريال مادريد في الكلاسيكو سنحدد إذا كان سيدخل كأساسي أم لا لدينا العديد من الخطط لإقاف خطورة فينيسيوس جونيور لكن قوة ريال مادريد ليست في فينيسيوس فقط بل لديهم كاريم بنزيما والفيردي ورودريجو لذلك يجب علينا إقاف ريال مادريد كمجموعة طبعا هو نسي كمان مودريتش وتوني كروس وكل اللعابة العظيمة الفانو أحب خوض مباريات الكلاسيكو أمام ريال مادريد سواء كلاعب أو مدرب مثل هذه المباريات التي تجعلك تقيم وضعك طبعا هو كلاعب كان بيبهدلنا كوني يعني بشجع ريال مادريد على الجانب الآخر ريال مادريد في المركز الثاني بنفس رصيد برشورونا بالمناسبة 22 نقطة ولكن في الأهداف لصالح برشورونا لعب 8 مباريات فاز في 7 تعادل في المباراة لم يخسر أي مباراة سجلت 19 هدف واستقبل 7 أهداف هدف الفريق بنسوس جونيون لعب 8 مباراة وسجل 5 أهداف والأكثر صناعي للأهداف ديفيد ألابا لعب 8 مباراة وصنع 3 أهداف أبرز طبعا غيابات ريال مادريد تيبو كورتوال حارس الكبير أفضل حارس في العالم حاليا وسيبايوس اللاعب الوسط الرائع جدا اللي كان بيستخدمه أنشلونتي في كثير من مباراة كلاعب بديل طبعا تيبو كورتوال أبرز يعني ودي تصرحات أنشلونتي مداري بريال مادريد أهل أن تيبو كورتوال لن يتواجد في الكلاسيكو أمام برشورونا لكن حالته جيدة وأتوقع عودته سواء يوم الأربعاء أو بداية الأسبوع المقبل كلاسيكو العام الماضي لم أشاهد أي فيديو عنه هذا العام الأمور مختلفة سيكون هناك كلاسيكو آخر غدا نأمل فيه أن نلعب مباراة جيدة ونريد تقديم صورة جيدة لكنها ليست مباراة حياة أو موت إنها مباراة خاصة بالفعل لكن الموسم طويل تبكي لتصرحات أنشلونتي الرجل الهادئ دون أي أزمات نروح بقى لليفربول ومانشستر سيتي الليفر أو نبدأ بمانشستر سيتي وإن كان الليفر هو المستضيف المقبل بس نبدأ بمانشستر سيتي كونه الأقوى يعني المركز الثاني المانشستر سيتي فيه الدوري الإنجليزي ب23 نقطة طبعا أرسل المتصدر لاعب تسع مباراة في سبعة وتعادل اتنين خسر لم يخسر أي مباراة وسجل 33 هدف واستقبل تسع أهداف طبعا السجل القوي دوت بسبب هالند سجل الأهداف شفت 15 هدف يعني تقريبا يقترب من الخمسين في الماء من أهداف منشستر سيتي هذا الموسم هالند تسع مباراة خمستاشر هدف بمعدل تقريبا تقريبا يصل إلى هدف فاصل تمانية في المباراة الواحدة يعني الأقصر صناعة للأهداف كيفين دي بروين لعب تسع مباراة وصنع تسع مباراة برضو بيقدم مستوى مبهر ومدهش ومعهم التالت طبعا في الفودن غيابات منشستر سيتي عن هذه المواجهة جوني ستونز ووكر وفليبس في وسط الملعب يعني وكر طبعا أبرز الغائبين يعني من التلاتة تصرحات جورديولا الموديل الفاني منشستر سيتي أهل نيفربول دائما أكبر منافسي منشستر سيتي أعرف الجودة التي يتمتعون بها الوقت ما زال مبكين الحديث عن ابتعادهم عن صراع الدوري الإنجليزي الجودة موجودة دائما لدى لعبي ليفربول ومحمد صلاح وهذا ظهر بشكل مميز خلال مواجهة رينجرز الأخيرة في دور الأبطال لعبنا عدة مرات ضد محمد صلاح ونحن نعلم إمكانياته طبعا ده متخصص متخصص منشستر سيتي محمد صلاح ليفربول طبعا بداية في منتهى السوق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم المركز الحداشر عشر نقاط لعب ثمان مباريات فاس في اتنين فقط وتعادل فاربعة وخسر في مباراتين سجل عشرين هدف واستقبل اتناشر هدف هدف الفريق السندي المتواهج يعني روبرتو فرمينيو أو العائد للتواهج مرة أخرى للساني فات كان غائب تماما روبرتو فرمينيو لعب سمع مباريات شارك في خمسة أساسية وسجل خلالهم ست أهداف أكثر اللاعبين صناع الأهداف هو محمد صلاح لعب ثمان مباريات وصنع ثلاث أهداف أبرز غيابات ليفربول طبعا أرنولد ولويس دياز وجويل ماتيب كونتيه وتشامبلين وجونس ونبي كيتا وأرتور ميلو اللاعب اللي كان جايبه ليفربول عشان ينقذ وسط الفريق فخد له أصابة طويلة ثلاث شهور ولا حاجة طيب نروح لي تصرحات يورجن كروب قبل هذه المواجهة الكبيرة قال إن صلاح يمكنه اللعبة فيها العمق وكذلك على الأطراف ونريد هذه المنونة بالطبع سنواجه منشستر سيتي أفضل فريق بالعالم وهذا تحدي جديد لكن سنلعب على أنفلد وسنقدم كل ما لدينا وسنحاول نحصل على المساعدة من مشجعين في أنفلد نحاول بكسارة جودنا أن نفوز بهذه المباراة هنتكلم كتير عن المواجهتين بس هنتكلم أكتر عن مواجهة الزمالك أمس ومواجهة النادي الأهلي اليوم معز منا المميز وصديقنا العزيز محمد جمال جيمي مشرف ومنور كمعاتي كله حل؟ حب نبدأ بحاجات أولوبا دي ونخش الأول على الزمالك والأهلي نخلص الزمالك والأهلي وبعد كده ندردش بروح نبتلي زمالك وأهلي وبعدين نكمل بقى الزمالك والأهلي نبدأ بيهم نبدأ بزمالك الزمالك ببراح عمل مباراة كبيرة بداية ما كانتش جيدة بصراحة هدف وبعد كده تعادل حسين الأمور إذا رايحها في سكة صعبة جدا والدان فريض ضعيف جدا بعد كده نفجر نادي الزمالك بص في علامات مهمة في المباراة المنافس ما يخلكش تقول قوي إنه المباراة كانت صعبة الزمالك ظهر بشكل جيد لا مظهرش بشكل جيد لكن في بعض العلامات المهمة العلامة الأولى في المباراة إنه يواصل التأكيد على إنه اللاعب الأهم والصفقة الأهم لنادي الزمالك كانت الإبقاء والتجديد لأحمد سيد زيسو لأسباب كتير جدا 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 هنتكلم عليها في تفاصيل المباراة أحمد سيد زيسو ما بقاش بسه هو الرجل الوينجر اللي بيشتغل و بيسجل أحمد سيد زيسو بقاهوة ترمومتر أداء نادي الزمالك منذ الموسم الماضي مع أشرف بنشرقي حتى بعد رحيل أشرف بنشرقي شال مسؤولية الخط الأمامي لنادي الزمالك بل تهديف و صناعة وهو اللي بيعمل عليه حتى الآن فريرة معظم الشغل اللجومي لنادي الزمالك ليه أحمد سيد زيسو؟ أقولك ليه أحمد سيد زيسو اللي عمل كتير قوي في مباراة الأمس على الرغم أنه كان فيه عيوب في فرقة نادي الزمالك كان فيه مشاكل أفتكر هنا يا كريم ما يتكلمنا وقلنا أنه على الزمالك الحذر من 4-2-3-1 بالشكل اللي بيلعب يوقف لي هنا بس اللقطة دي قبل ما نكمل فعلى الزمالك الحذر من 4-2-3-1 هنتكلم فيه نهاية كلامنا على المباراة ليه مش فيه مشكلة في 4-2-3-1 لكن خليني أقول لك هنا تبين لك قيمة اللاعب قيمة اللاعب مش بس الجون ولا أنه قوة أوضاع في المنافس لا ليه هي الصفقة الأبرز للزمالك هو التجديد لأحمد سيد زيزو ليه أحمد سيد زيزو يساوي ما دفع فيه من أجل التجديد هقول لك الحركة بدون كورة بتساوي كتير جدا جدا بصا كريم كل هدف لنادي الزمالك بوقف لك نفس الصورة كأنها كابي بيست تبين غير التشيرتات ونفس الوقفة كابي بيست ده شغل مدرب وحفظ لعيبة اللي اتنين منفعش أقول حاجة تانية غير كده لما تتقرر للمرة السبعة يا كررت للمرة السبعة كتسجيل أهداف مش بقول لك كررت للمرة السبعة كنمط في الفترة الأخيرة منذ نهاية الموسم الماضي حتى الآن كمان كمان لحد ما تبتري تنزل كورة بس وقف هنا كابي بيست نفس الوقفة بنفس الطريقة بنفس التكلفات بتاعة فريرة والفريرة عارفة إن الزمالك بالعافة بالطريقة دي جودة الكروس خلي بالك التكنيك هنا بتاعزيزو بيعمل إيه؟ زيزو بيعمل كروس بريجلي يمين عشان تلف بعيدة عن الحارس زيزو لو بيعملها من ناحية دي بيعملها من ناحية الشمال هتبقى في اتجاه الحارس ممكن ياخدها إنما من ناحية اليمين بتاعة الزمالك الشمال بتاعة المنافس لما بيعمل الكروس بريجليه يمين فالكورة بتلف في البر بقى صعب جدا عن الحارس إنه يطلع أخذ بص الحارس على الصورة المتثبتة حاول يطلع لكن تأكد إنه مش عرف يجيبه وهو بيرجع خلاص انتهت القصة فتأكيد للمرة كتير جدا على أهمية الكروس السابتة كما لايه اللقتي عشان بدأت تتحسن من المباراة الماضية شوفنا ده بيحصل لكن الزمالك من الموسم الموت ده بقى العادي بتاع الزمالك الكروس السابتة ضربات جزاء في الزمالك وخلينا أقول لك إنه لقطة أصارت استغراب الكثير في مباراة الكاسمة بين الأهل والزمالك اللي انتهت اثنين واحد قبل المباراة في التسخين لقيت إنه لقيت زمالك وقفيني الوقفة دي الراجل بيكرر لهم نفس القصة حتى في الإحمق ما قبل المباراة كنا في المباراة وشوفت حتى أنا استغربت فوقتها لكن سألت لا حافظها لك قبل ما تنام حتى لأيه التكرار لأنه هو فريرة عارف إنه أوقات المباراة بتأزم ملاقاش حل لما فرقتي ما يكونش في حالتها ما عنديش أوراق كتير وده كان يحصل السنة اللي فاتت فالراجل لقاها إنه هي بتجيب نتيجة طول الوقت وبتساعده في التسجيل فالنقطة الأولينية كانت زيزه النقطة الثانية كانت الكراسة السابقة خلينا نروح بقى لنقطة مهمة جدا 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 واللي على الزمالك الحذر منها وقلت لك كريم من حلقتين قلت لك إنه الزمالك بحسام عبالميجي التحديدا مع احترامي لعيب بروميسين جدا سنتر باك الأساسي مع محمد مغربي في المنتخب الأولمبي كان وارد جدا أنه ينضم له للإصابة المنتخب الأول لعيب قادم بقوة إنه يكون مدافع ولا هو دور عظيم جدا فوز الزمالك هي السنة فائد بالدور مليون في المية طبعا لكن كان ليه دور عظيمه والزمالك بيلعب تلاتة في الخط الخلفي إيه مشاكل حسام ومحتاج يشتغل عليها إنه عنده مشكلة في الترنت لعيب طويل عنده مشكلة في المرونة عنده مشكلة في الفوتورك فمحتاج إنه يشتغل على ده لأنه وريك تلات أربع لقطات الزمالك بتضرب بنفس الطريقة أمام فريق متواضع فده بتتقيج جرس إنزال ده مش معنى إذا مالك كان سيء أو إذا مالك كان جيد أو إنه حسام سيء أو إنه حسام سيء لا هي مهم جدا أنت بعرفها تضرب من إيه خاصة خاصة إنه حصلت في المباراة الأولى حصلت في المباراة الثانية قبل الهدف ولما بتريد نعرض اللقطتين اللي قبل الهدف تاخد وقت طويل ويمكن من حسن طالع الزمالك إنه بدأ السيزن باربع مباريات في المتناول مع فرق في المتناول في دور الاربعة وستين والاتين وتلاتين من دوري يا أبطال أفريقيا جرس إنزار قبل بداية الدوري الزمالك لو أدأ بص شكل الاربعة صعبين جدا صعب صعب فرقة الزمالك تبقى داخلة ضمة فأنا عندي سبيس وراء الظاهرين كمان بص يا كريم ما عليش وقف هنا وقف هنا بص آخر العيف الكادر عندك من تحت يا كريم فاضي ولو في العيف من ناحية الشمال الثاني فاضي واللعيف اللي تحت مش مسكة فراغات كبيرة جدا 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 فمش بس غياب الوينش مؤثر لكن كمان تغيير الطريقة محتاج حاجات كتير يمكن بيعول فريرة إنه مع الوقت هيحفظه يمكن بيعول على الصفقات اللي تيجي في وسط الملعب وهتحاول تقفلوا للسبيس دي زي عمر السيسي تحديدا أو نبيل عماد دونجا بعد العودة من الإصابة وارد جدا لكن يبدو أن هناك صعوبة في هضم فكرة الاربعة اتنين ثلاثة واحد أو الاربعة ثلاثة ثلاثة اللي بيحاول فريرة يلعبها كمان إنه عنده مشكلة في غياب إمام عشور نتكلم عليه فوقت اللحق عشان الوقت الأهلي الأهلي مارسيل كولر لازال بيبرهن على بشائره ولا أي شيء بيبرهن على بشائره إنه في ساستم اللعبة حافظة بتنفذ اللي بتقالها الدناميكية والحركية بتاعة لعبة وسط الملعب والجزء الأمامي شيء عظيم جدا الكرات السابتة زي ما شرحناها في الزمالك مش راحها في الأهلي يلا تعال أكتر حاجة أكتر علامة وميزة حتى الآن مع الكرش الكرات السابتة الكرات السابتة والتنظيم داخل الملعب تنظيم المجموعة صح مش بغير أفراد بنزلوا يقدوا نفس الوظائع صح خلينا نبتدي به الكرات السابتة دي النهاردة كانت أول كرة ووقف هنا باش معلش ترجع ووقف لها بسكري إحنا لما قلنا هنقول سر الحلقة اللي فاتت قلتلك معلول على القريبة وطاهر على البيدة معلول على يمين نفس الكرة اللي تسجلت هدف على يمين منطقة الجزاء يعني على القريبة وطاهر على البعيدة لأنه بلعبها بالرجل العكسي ماشي كده وشوف معلول هللعبها القريبة ولا على البعيدة وهنروح للبعادية وبص مين اللي بيقطع والحجز اللي بره التمنتاشر عشان أفضي للعيب اللي هيقطع على القريبة ده شغله تاكتكلي لأنه هو اتعامل في الجول واتعامل في الكرة اللي بعديها وهتيجي الكرة بص بص الحجز بره الحجز بره الحجز بره بص هنا مين اللي بيلعب هنا كريم طاهر طاهر على البعيدة كمل يعني فلس نحفظ بعد كده خلاص طاهر على البعيدة عشان كده طاهر كي مهم جدا او مفتاح مهم جدا في الشكل اللي بيعمله كول يمكن الناس بتبقاش عرف التفصيل دي مبسوطة قوي بانه طاهر طاهر بيقدم دور جيد جدا لكن على صعيد الفعالية لسه شوي لسه شوي لكن هو الراجل مقتنع جدا جدا بطاهر لكن ده مش معناه بص كريم بس وقفلي هنا بص كريم الحجز اللي بره التمنتاشر ده مقصود اتعامل في لقطة الجول بتاعت تونس اتعامل النهاردة اتعامل في الكرة بتاعت برونو سابيو اتعامل في الكرة بتاعت محمد عبنان في حجز بره التمنتاشر عشان ما خلاكش فيه تكاتل جوه التمنتاشر ففضي سبيس للاتنين او التلاتة اللي موجودين واحد او اتنين دايما بيقطعها على القريبة والاخير اللعيب اللي انا هلعبها عليه بيقطع على البعيدة لما كل الكرة مع طاهر بص 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 كمل 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 طبعا هي فيها خروق خاطئ من بشير بن سعيد طبعا باليوم في المية لكن تمركز وقفة حمدي هو عارف ورايح فين لانها هتكرر بعد كده لما حمدي بيقطع على القريبة لان عارف ان طاهر في الكرة المتحركة اللي هتيجي بعدها هتلي بقى لقطة الجنب تاعت تونس بقى لقطة الزهب بص كريم علم علوة رجع علم علوة علم علوة قبل ما يلعب هيحطها على القريبة هيحطها على يمين نقطة الجزاء كمل كمل حمر عبنان ليه بقى كريم الحجز بره ثلاثة على خطة الثمنتاشر فضول والسبيس محدش عارف علي حطها فين هل عليها هيعلقها على البعيدة ولا هيحطها على يمين منطقة الجزاء القريبة لللعيب اللي هيقطع دايما مع النادي الاهلي مع منتخب مصر اللعيب اللي بيقطع القريبة هو محمد عبد الملم كمل لي بقى الكرة المتحركة كرة اجبه للكرات السبتة لان التمركز فيها كان اجبه بكرات السبتة بص بص كمل 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 كمez كمان كمان باص رجع علي تاني حين تصرbert رجع علي تاني ووقف عندما تقولك ووقف ووقف لا يارجع يرجع استطعت شايف في اربعة في زحمة في حجز حجز المدافعي حلو كده مين اللي جاي من براة 18؟ كمل حمدي ان خلي الناس عليها مركزها مع اللي جاي بس من براة 18 اللي على خط التمانتاشر اللي جاي أصلا من براة 18 كمل 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 جاي بدون الرقابة لأن في ناس عملت له الحجز خلاص كمل 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 على سراعته كمان كمان شفر الهدف في التحرك لا في الرأسية ولا في وجود حمدي حافظ هو رايح جاي منين؟ في الأولانية هو معمول له لأن طاهرة هيعملها كـ سابت معروفة تحط على مربعات معينة ترمى متحركة اللعيبة مسكة كلهم ممسوكين شريف ممسوك برونو سافيو ممسوك محمود متولي ممسوك هو جاي مش ممسوك خالص الرقابة هنا اتعاملت على الأربعة اللي داخلين يعملوا الحجز كل ده نمط متحفظ لأنه بيتكرر في خلال مباراتين بس اتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة احنا عراض هنا ده مش كل الحالات ده فيه حالات تاني لكن احنا عشان الوقت من نعرف بعض الحالات كان منها برونو سافيو في مباراتة الزهاب في الشرطة الأول في دي 14 من الشرطة الأول في مباراتة الزهاب بنفس الطريقة بنفس التفريغ ده كرة السابتة الكرة السابتة عند مارسيل كولر نروح بقى لأحمد عبدالآدر سمعنا حكاية مع أحمد عبدالآدر يلا ده حكاية كبيرة ده حكايتين كبور طيب أحمد عبدالآدر أحمد عبدالآدر والقرار وقف هنا وقف هنا اتكلمنا على القرار والتحركات وأن أحمد عبدالآدر عنده مشكلة لما بيخشش انسايد لا تحت لا تحت جوه الملعب عشان يدي المساحة العالمة لأنه يطلع في المبارات اللي فاتت ولا بيدخل جوه التمنتاشر وعنده مشكلة إمتى يعدي واحد على واحد وإمتى يشتغل مع المجموعة كملها لي كمل لي الهدف هنا ذكاء جدا في التعامل مع عمر براوي كمل بس هو قف هنا وقف هنا وقف هنا والقرار الخطر بص بقى عنده كم أبشن انه يعمل باس تلاتة عنده أبشن من محمد شريف جوه الستة عنده أبشن بره التمنتاشر وعنده أبشن الصعب إنه يحطها في الدقيقة بالشكل ده خد الريسكي باس خد الريسكي ديسجين أو القرار اللي فيه مخاطرة آه يعني لو ضاعت كان هيز على أف وضعت كان هيبقى فيها مشكلة بيئة طبعا طبعا وهنا دي دايما رسالتنا للجمهور ما تحكمش على الكرة ضاعت ولا ما ضاعتش آه طبعا نحكم على الجودة جودة الإنهاء بتاع الرجل إنه حطها من زاوية صعبة بالطريقة دي خلته جول شكله حلو قوي لكن ما تحكمش عليها لو تلعبت كويس وضعت فمهم جدا إنه أحمل عبدالقادر ليه مارسيل كولر أحيانا بيسيب أحمل عبدالقادر ويديه الوقت أطل ونهاردة فضل معظم المباراة موجودة في الملعب لأن أحمل عبدالقادر هو بيستنى منه القرارات دي هو معجب جدا بقرارات دي لكن كان في جلسة جامعة مارسيل كولر بأحمل عبدالقادر بعد أمرات الزهاب واتكلم عبدي في القرار وجودة القرار ما بقولكش طول الوقت باس ومتعملش واحد على واحد ومتعديش لأن أنا بسيب أكل ملعب عشان قدرتك الفردية لكن انتقي إمتى تعملها كملها لي بقى على سرعتها وهنوقف مهمين ويدي الجول كمل لي بقى عند لقطة وهنوقف عندها كمل 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 وقف هنا وقف بقى وقف من غير ما تكون دي الحالة دي عملت حكاية جدل جدل ولغت كبير جدا 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 بسبب الحالة دي يعني أستأذن لو يجبوا لي بس الصورة رح نحطنها عشان نحكي قصة اللقطة دي ناس كتير تكلمت في صورة города بس، سبيت لها دي قصة اللقطة ومعنى اللقطة واللقطة معناها إيه؟ أين الناس هاجمت؟ ده لعيب بوسكتبول بيلعب في مانسوتا تمبرولس في الMBA اللعيب ده ليه قصة؟ كلما يحتفل يعمل الحركة دي فسأله عليها انت قل لي بتعمله ده؟ قالك تلج في عروقي قالك تلج في عروقي أنا أبويا لما بتريت ألعب بسكتبول قال لي لأ سيبي السورة أرجع تاني للسورة قالك لما بتريت ألعب بسكتبول قال لي أنت رايح الـ MPA أنت رايح مستوى ضغوط كبير جداً ارمي همومك وتحمل الضغوط دي وخلي كأن فيه تلج في دمك أنت ما تسمعش للانتقادات تركز في الملعب وتحمل الضغوط وطلع كل إمكانياتك وانت هادي جداً وبارد جداً ده معنى اللقطة والاحتفال اللي الناس كتير عمر اطلغت وقاله ده يعني صورة فيها مشكلة ممكن توصل للشباب بشكل خاطئ مهم جداً إن إحنا كنا نوصل ده سواء كانت بقى الناس وفستون ميناء واش وفستون ميناء لكن هو ده المعنى وهو ده مغزة الاحتفال بتاع أحمد عبدالقادر يمكن كان له انتقاد شديد جداً بعد مضارات الزهاد بسبب جودة القرارات واتكلمنا عليها هنا فهو حاب يرد في الملعب أنا هادي جداً 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 أنا نازل المباراة بلا ضغوط والدليل اللي أنا جبت جول من قرار فاجدي وحل صعب جداً جداً وخدت الريسك فيه فأنا هادي جداً مستمع أي حاجة زي ما وعد الناس بحط إيديها على ودنها هي نفس المعنى ونفس المغزة لكن بطريقة مختلفة يمكن ده عمله دامبروزيو راسل نجم مينيسوتا دامبروزيو راسل والبحث والتدوير يعني أثر حاجة بالمناسبة يعني نحن نيجي النهاردة ونقول اللي بيعمله أحمد عبدالله ده غلط وده كارثة وإزاي يعمل اللي احنا قلنا عليه وده مش عارف ترويج اللي مش عارف والكلام ده كل بس التوضيح اللي انت قلته ده مكنعة حقيقة مكنعة يعني فكويس إنه ياخد عاوة وإن كنت لو بصراحة بقى أقولك رأيي بلاش منها أصلاً يعني أكيد في ألف احتفال ممكن يحتفل كانت تكون لقطة مصيرة للجدل بس يعني فهم وكبال وسقفتنا وممكن بعض الناس يشوفوها بطريقة يخدوها بشكل خاطئ يعني عارف اللي هو إيه خلاص إحنا كده بهمنا إنه هي سليمة وأكيد أصلاً حتى الناس قالوا من غير الـ فأكيد هو ما كانتش طانع يروج طبعاً فخلاص بس هي في كل أحوال بلاش منها يعني فيها احتفالات يعني أكثر اعتدالاً وخلينا فيها بعيد خلاص عن القصص دي لكن حبينا برضو يعني أولاً نوصل رسالة للناس نفاهمهم من إيه القصة مش أقصد بيها أي حاجة خالص ثاني حاجة نبرق ساحته لأنه في الآخر هو مش أقصد أي حاجة أكيد هو مركز في الملعب وحاول إيه وصل لده جيم انت شرفت ونورتك العادة حبيبك ودايماً بستمتع بقى حبيبك شكراً جزيلاً ده كان اللقاءنا مع محمد جمال هذا اللقاء الممتع دائماً لسه معنا لقاء ممتع جداً أيضاً meet up بصبه هذا الفاصل بص لقاءه دائماً ممتع اللقاء معاه دائماً ممتع كلام حلو كلام في المضمون في الصميم داياً الحوار معاه تطلع منه بحاجة كابتن الكبير كابتن عبد الحميد لغة تطلع بالبع أبداً ليش ؟ شكراً لك وعلى كلهم تابعيك يعني بقى مبسوط جدا يا حبيبي أنا بقى أسعد وبصراحة شديدة أنت عندك ميزة عبقرية أنك عندك باك جراوند إعلامية فالحوار معاك بيبقى حوار زاكي فدائما لما بقول لزمالي في الإعداد بقول لهم الكابتن عبد الحميد يعني مش محتاجين لنحضر له وكده كده الحوار معاك بقى ممتعة ربنا أخليك ربنا أخليك والله كلام يعني مش عارف أقول لك إيه ودائما متقلق والبرومهات الجيدة بتاعت البرنامج يعني للأسف مش افتعيش بقى لي فترة فتحفى بجد طول الحمد لله كويس إنا عجبتك ربنا وفاقك إن شاء الله إيه الأخبار كله تمام نبدأ بالأهل زي ما أنت عايز إيه رأيك في الأهل الأهل ما عمرس الكرة لانطبعاتك الأولى دائما أقول الانطبعات ما بقولش رأيك في المدرب بس بقول الانطبعات الأولى أنا زي ما أنا قلت لك أنا مع كلامك جدا اللي أنت قلتو في الانترو بتاعك إن هو فيه حاجة كويسة يعني فيه حاجة كويسة رجع شخصية الألي شوية أن أنت ما بتدفعش بقى بتالي الدفندرات والجو اللي إحنا كنت منشوفه مع الفترة اللي فاتت لكن أنا عايز أقولك على حاجة بس عشان أنا أنا عن نفسي ما بحبش تصدر لي كلام ويصدقه يعني الألي ما راحش قبل كده عاصل خالص يعني قبل ما يقوله ما كدش دالي رؤى خالص خالص إحنا الحقيقة كده الدنيا ربنا عاملها كده يعني مفيش حد بيفضل في التب على طول مفيش حد بيفضل تحت على طول الأهلي ما بلبعبش نفسه أنتو ليه مستخصرين في الفرق التانية إن هي تاخد بطولة بجد ليه مستخصرين في الزمالك مثلا ليه مستخصرين في بيراميدز أيا كان وليس حكرى على الأهلي لكن هو بطبيعة الحل مشجع الأهلي عايز الأهلي يأخد كله بطولة أنا أنا بكلمش على مشجعين الأهلي أنا أتكلم على التصدير اللي صدروه للجمهير الأهلي وللناس اللي هي البسيطة اللي دايماً بتسمع قوي بس لجمهور الأهلي أقول لي ما كانتش مبسوطة كابتال لا عشان من كتر الكلام مش عشان الأداء كان مش قويس لا 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 من كتر الكلام أصلاً أنت لما تطلع تتكلم تقول هو إيه اللي حصل في الأهلي أنا عايز أعرف إيه اللي حصل في الأهلي الأهلي واخد تلتين أفريقيا واربعض واخد تلت كاسعالم أندية إيه المشكلة لأن احنا خسرنا دوري مرتين إيه المشكلة واخد وكاسع يعني بالمقاييس بالمقاييس أنت في حتة تانية خالص 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 فطبيعي جداً أنت حصل لك شوية كده تريح شوية تفوق شوية تجدد شوية تبدأ تشوف عيوبك شوية ما أنت لو ما حصلش أرصى ليك عمرك ما تشوف أنت فين لازم تشوف أنت فين من خلال اللي وقعات اللي بتقعها فالأهلي طبيعي جداً والسنة الحقيقة أصلاً كده يعني الحقيقة بتاعتنا كده يعني هو الأهلي السنة اللي فاتت كان كويس ولا مش كويس؟ الأهلي السنة اللي فاتت لولا الظلم التحكيمي البين اللي كان عن نادي الأهلي كان هيبقى عادي جداً وممكن تبقت نفسي ممكن تاخد الدور والسنة اللي قبل اللي فاتت لولا الظلم التحكيمي البين اللي كان عن نادي الأهلي كان ممكن نادي الأهلي ياخد البطولة بس أنت مثلاً الأهلي مع بيتسو مسماني في الفتاة لخير كنت شايف مستوى كويس؟ أنا بتكلم بصرف النظر لا لا أنا معي أنا بصرف النظر لا لا كنا نوحشين جدا طيب مع السوارش كان كويس؟ السوارش أنا متعاطف معه شوية أنا متعاطف مع الراجل ده شوية أو شويات لأن السوارش ملعبش بقمشة الأهلي أصلا حتى لـ 30% منها سوارش لعب بالناشئين وقال إنه هو هيحضر أو كان فيه اتفاق أو أي أن كان اللي حصل إنه هو هيحضر للفترة اللي بعد كده ونراح اللعيبة الكبار فالراجل ملعبش يعني مخدش فرصة حقيقية عشان أحكم عليه لكن الحقه يقال هو برضو ما كانش فيه بوادر أمل فنية قوي أنا شفتها فيه في الملعب لكن عشان أحكم عليه لا أنا ما حكمش عليه برضو بالقماشة اللي كانت معاه مع كل احترامي طبعا لكل لعيبة لكن أنا بتكلم عن النجوم واللعيبة اللي بتشيلها كل لعيبة اللي أنت جيت أنت كنت تلعب بتندي في اندارات صغيرين صحيح بالرغم من كده قدوا معاه وقدوا مبارات كبيرة جدا جدا فخري أنا بتكلم على فخري وميده نبيل تحديدا فعشان أحكم على سوارش لا الموضوع يبقى صعب جدا لأنه ما بقولك ملعبش بتلاتين في المائة وعشرين في المائة حتى من قماشة الأهل طيب ريال مدينة لما بيخسر بيبقى عنده مشكلة مع التحكيم طبعا طيب فالبول لما بيخسر بيبقى عنده مشكلة عادة الفريق اللي بيخسر بيبقى عنده مشاكل خارجية بس أنت الأهل كفريق الموسم الماضي كنت شايف أنه فريق يعني قوي في أفضل حواله ولكن عنده ظروف زي مثلا هبوط اليقة البدنية طبعا بسبب ضغط المباريات إصابات كثيرة في الفريق بعض الأخطاء الفنية من الأجهزة الفنية سواء موسمانية أو سوارش مش دي كلها عوامل خليت الأهل الموسمين اللي فقط ممكن يكون بيخسر دخليني أقولك أنت كلامك منطقي بشكل كبير لكن أنا من نوع اللي أنا دايما مصدق نفسي أنا بشوف وبعد عائلها كده أنا كنت مدرب في سراميكا طبعا أنا شفت بعناي أنا شفت بعناي وسمعت بوداني لا ما مش هينفع أقولك سمعت لكن أنا شفت ظلم تحكيمي بيّن يبين بيّن يعني والناس كلها تكلمت على المواقف اللي شُفناها أنا و أنا في سراميكا أنا بتكلم و أنا في سراميكا بتكلم أن أنا حالاتك كتيرة جدا يا كريم انت كنت بتشوفها وكل الناس بتشوفها لا ما ينفعش يعني ما ينفعش الفار نفسه لم يقول لحنا عميين الفار ليه أصلا هذا الفار بيرجعلك الكرة مرة و 2 و 3 و 4 بنوعد فيها عشر دقائق ما ينفعش يبقى حاجة كل الناس شايفها وانت تشوفها بحتة تانية عشان كده بقولك لا الموضوع كان صعب وكان فيه ظلم تحكيمي تبين وانا اتحمل مسؤولية كلامي مية في المية طيب عنادي الاهلي بس انا معاك جدا ان كان مستوى نادي الاهلي مش وحش يعني بعد الوحش بشوية لانه المسلماني كان بيعتمد على مجموعة معانا من اللعبين استنزفهم بدنيا وفنيا ما كانش فيه اي روتيشن كان فيی اجازات طويلة جدا ما كانش فيه اي حاجة اصلا تفاق اللعيبة ما كانش فيه اي دوافع عشان كده كان في ناس فيه ناس اللي هو الجمهور البسيطة لنا دايما بتكلم عنها هي شافة ان المسلماني ازاي يمشي وازاي 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 لكن كان لازم يمشي مسلماني why he rejoiced مسلماني البطولات والبطولات او كان الحظ معاه اكتر لكن ساعات الحظ خلاص بيجي كان بائكسب الحظ كان محزوز امه مستمعني كان من حصوص بشكل كبير قوي قوي احنا بنتكلم بصراحة زائد ان انت انا بقولك انت بتيجي سبحانه يقولك والله بطولتين افراكيا اتنين برونزيت كاس عالم دوري يعني ما اصل الحظ احياء بيخدمك مرة ممكن يخدمك التانية بس مش يخدمك في بطولات عديدة كنت لسه أقولك اللعيب دايما بيطلع كل حاجة عنده خلاص محتاجك انت كمدرب تمديله ايده تمديله ايدك انت كمدرب مكنش بيلاقي اللعيب نادل عالي كده خالص خالص انت بتلعب في كاس العالم الاندية انت بتخلق دوافع لنفسك انت كلعيب كورا انا بلعب هطلع اقصى حاجة عندي تتخيلها في حياتك لو جبت لعيب مبطل ووديته كاس العالم الاندية والاجواء والدنيا دي كلها هطلع هطلع حاجات قصة انت تستغربها فاللعيب لو ما عندهش دوافع وما فيش عنده اصلا كمان مساعدة فانيا من المدرب بتاعه مش هتلاقيه الدوافع خلصت وكل حاجة خلصت عشان كده كنت بتيجي النسخة بتاعت الدور العام تحديدا اللي هو بعد ما بتيجي من بطولات كبيرة انت مفيش عندك حاجة انت خلاص كان دور المدرب كان لازم يبان في الحاجات الصغيرة دي صحيح ما كانت شبعين خالص لكن انا معاك طبعا الحظ ما بمشيش لكن الحظ هو فيه مدربين محصوصين كتير جدا انا شفته معصورت انا مدربين محصوصين انا لعبت معاهم فيه كلام كتير انه الاهلي دخل سؤال انتقالات الصيفية مش بمنتهى القوة انت مع رأي ده ولا ضده انا دايما بقيم الامور ان انا هجيب لعيبة عشان اعمل بها ايه فهمني؟ يعني انا هجيب لعيبة اعمل بها ايه مش هجيبه خلاص بالزبط انا البطولات اللي انا هدخلها دي هل هي محتاجة لعيبة ان انا ادفع فيها ارقام هل بطولة الدوري ونسخ الدوري احنا بنشوفها مع احترامي طبعا لكل حاجة هل محتاجة لعيبة ان انا ادفع فيها ارقام كبيرة جدا يعني لا اعتقدتك بس انت محتاج تكسب εκطلع υٹ makes محتاج يكسب محتاج يكسب مانا بكسب خلي بالك انا بقوللك highway اللي حصل ان شاء الله السنتين اللي فيدي مش هحصل تاني مش هحصل تاني إمّ لو حصل تاني تبقى كارثة بقى بصراحة تبقى كارثة كارثة ايه لو حصل المنازلة التحكمية اللي ستحصل لسنا اللي فاتتوا í끔 لك تبقى كارثة تبقى كارثة بكل مقاييس لو حصل أن مستوى الأهلي لا تبقى كرسى لكل كرسى الرياضة عموما أنا ماينفعش أنا بقولك يا كريمي إحنا عندنا فارغ إحنا نعمل أكتر من كده إيه يعني أنت تقولي للأهلي لو خسر الدولة المرة الثالثة تبقى كرسى الرياضة لا لو 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 في ظل المستوى التحكيم اللي إحنا شوفناه سنتين لفات طبعا كرسى الرياضة المصرية طبعا كرسى كبيرة كمان ماينفعش طبعا مستوى التحكيم ده حتى لو إحنا اتفقنا وجابه خبيل أجنابك لاتنبرج عشان يطور التحكيم واتطور فعلا على فكرة في الفترة الأخيرة هاي كويس واتفقنا كلنا أنه كان في بعض الأخطاء الثاني اللي فاتت ده حقيقي ما حادش يقدر ينكره نا صحيح عشان هم متشافة بالعين العادية صح بس الأخطاء دي ما كانتش على الكل لا ما كانتش على الكل ما كانتش على الكل طيب هسألك السؤال واضح تفضل وهسأل بقى العيب كورة طبعا تنكر أنه الزمالك فنيا مع فريرة في النص التاني من الموسم تحديدا قدم مستوى كبير بمجموعة وظروف صعبة جدا وعدد من الشباب أما كانت لاتي مش لعب النادي لأهل الصابق أما كانت للمدرب واللعب الكبير على فكرة أنا قلت والله قبل كده قلت أن الزمالك لأ قدم مستوى فنية مع أنه خلي بالك فريرة أخطأ في المتشاط كتير جدا بس برضو هو مدرب هي الدنيا مشت الدنيا مشت مع الزمالك اللعيبة عندهم زيزو ما شاء الله وكان بنشرق حاجة جميلة جدا كان عندهم اتنين يشيلوا فرقة مش يشيلوا فرقة واحدة لكن لكن أنا بقولك في ظل ضعف الأهلي وفي ظل المسندة التحكمية وفي ظل الضغط التحكمي اللي كان دايما على الأهلي لا أنا أنا فوقت واستغلت كل الفرص لكن هما كانوا قاموا مستوى هم الفني أحسن من النادي الأهلي بكتير بكتير كم مرة وإنت لعب في النادي الأهلي سمعت أنه جانب الآخر يقول أنه الأهلي كسب بالتحكم كتير وأنا في الأهلي لا قبل الأهلي كمان قبل الأهلي قبل الأهلي أنا كنت الأهلي بيكسب بالتحكم والأهلي صح كده الدولة والأهلي البلد والأهلي طيب حلو هو ده بنا نعيسمعه مننا بس لكن أنا فهم أنه النادي الأهلي تمام لهو بيستنى لا مساندة ولا يا معلش يعني لو حكم ما حساب ليش ضرب الجزاء فالأهلي يعرف يسجل تاة أربع أهداف غير ضربة الجزاء لا لا أفهمه عن النأطين بعد الأهلي اقولت الحاجة سهلة جدا ومش النادي الأهلي Hitler اللي يتكلم عن مبررات ولا نادي الزمالي يعني يا لأن الانداية الكبيرة دي مش المفوض كما عن مبررات أنا لو عندي مشكلة فالمشكلة عندي أنا هتعرض لزلم بالماسبة وحتعرض لأخطاء التحكمية أنا وغيري ما هو بالمناسبة لو عملنا إحصاء هتلاقي فيه أخطاء مين أكتر مين أكتر ما عملتنيนاش دلوقت لا 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 ممكن يكون الاهلي تعرض لأخطاء أكثر المشى حمل الأحصائه لكني إني أفهمه الأهلي لا يستفد suche بالتحكيم اللي أفهمه هو أنها حتى وإنت بتلعب وسألك سؤال وإنت بتلعب بعض المباراة مع النادي الاهلي ما كنتش أحيانا أنت تعرض لظلم تحكيمي انت قلعب نفسك ضد النادي الاهلي أو مع النادي الاهلي ضد النادي الاهلي ضد النادي الاهلي كنتٍ أتعرض لظلم تحكيم صح كدا كنت تكسبها، أو لا وأنا مع الأهلي أو ضد الأهلي وإنت مع الأهلي عشان بس أفهم هذا أنا ضد الأهلي أم لا انت لعب في النادي الأهلي وإنت تلاعب جوا النادي الأهلي مش في ضرب الجزائي ، مثلا بتروح تهطير على عليها مش فيه أوفسايد تحسب عليك وإنت حافيته مش كان فيه أخطاء بتحصل لك بس ما كانش موجه ما كانش موجه الكرة دايما فيه أخطاء يل كرة دايما فيه أخطاء تخلينا كم الكرة دايما فيها أخطاء والحكم في الأول وفي الآخر هو إنسان لكن بقى فيه فار زمان ما كانش فيه فار فأنا زي المتشاط اللي احنا شفناها كان فيه أخطاء فادحة في وجود الفار ما نفعش يبقى فيه أخطاء خلاص بقى ده فيه ثلاثة في الفار وفيه مش عارف كم حكم وحكم مش عارف فيه تسعمائة ألف حاجة لا وما نفعش نعم احنا من الفرج في التلفزيون شايفين ان الكرة مية في المية عدت الخط وانت مش شايفة في الفار لكن أنا هقولك بمناسبة أن الأهلي قال أو جوه الأهلي وده اعتقاد زي ما أنا بتكلم معاه كده أنه أنه أنت لو ما ساعدتش نفسك من نفسك ما ستناش حد يساعدك لكن لكن أنت ككريم مقدم شاطر جدا تمام لو الإعداد مسكك في الإيربيز وعمال يكلمك كل شوية كل شوية هتعصب وحتنرفز وحفرق برة الموت هو ده اللي بحصل مهما تكون شاطر مهما تكون شاطر ومهما تكون معتمدة على نفسك الزن الخارجي هيأثر عليك هيأثر عليك لأن أنت في الأول وفي الآخر ما تلعبش لوحدك تلعبش لعبة فردية عارف لو لعبة فردية لا لا أعمل له أنت عايزينه لكن أنا بلعب لعبة جماعية وفيها كذا فرقة تمام لما أنا حس والأهلي كان بنزل بلعب بس أنا لا أتكلم أيضا عن المتشاط الأهلي أنا أتكلم عن الأدفانتجز اللي أنت أديتها للفرق الثانية بس أن أنت كنت تحسب مثلا فيه كرة تعدي علي وليس ضربة جزاء ألقا في الفرق الثانية الفرق المنافسة ضربة جزاء مين في الأهلي شبع زيزو وبن شرقي؟ بن شرقي ما فيش حد شكله في مصر زيزو زيزو في الفترات الأخيرة برضو ما فيش حد شكله في مصر أنت واثنين واثنين دول كان يكسبوا أي فريق يشيلوا أي فرق مين في الأهلي كان يشيل الفرق الثانية الفانية؟ بص الأهلي فرقة جماعية متراز الأول أفشل عيب كبير جدا طبعا السلية ديانج عندك حمدي فتحي معلول لكن في الأول وفي الآخر هو الأهلي منظومة جماعية في كل حاجة كل حاجة فيه جماعية فالنجم الأوحد في النادل الأهلي خلص من بعد أبو تريك خلص من بعد أبو تريك حدت في وجود أبو تريك كانش نجم أوحد لا كان نجمك بالنجم لا ما أقصدش كان نجم الشباك بس أقصد أنت كان عندك بركات أنا أتكلم لما تيجي تقول إيه؟ أنا أتكلم لما تيجي تقول إيه؟ في أبو تريك هدلوقتي؟ لا يعني ما فيش أبو تريك غير واحد لكن في بركات ممكن هتشوف كان على أيامنا في بركات في حد قريب منه في حد شكله أنا مش فاكر بس أنا بكلمك على حاجة فريدة بركات برضو حاجة فريدة بركات طبعا لعيب كبير في حد ما فيش حد شباه بس هل هو اللي يقولي من شباه بركات؟ تعاني العابة مع بعض يعني من اللي قريب من المستوى بركات؟ زمان أو دلوقتي؟ زمان أو دلوقتي؟ انت عندك زيزو 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 العيب قريب من بركات؟ قريب قوي مع أن بركات كان ممكن لعب ناحية الليلين بس لكن زيزو ما شاء الله بلعب في كذا مكان زيزو أفضل؟ آآ انت عايز اخبر مني تصراحات جمدة جدا لا قد اللي فاك انا عارف انا بحب بحب الحال معاك ليه؟ انت عندك مستيل انه انت واضح في كلامك وعش كده انا بديل معاك الحوار بكثير من الجدل عشان انا مستمتع جدا وبحاول نوصل مع بعض الكلام بس مش الهدف ان احنا ناخد تصراحات بركات براكات لعيب كبير من أين تقل الكتف بركات بيروح فأسر الطرق زيزو ممكن يقعد يلف ويدور ويديلك النتيجة في الآخر لكن بركات هو عارف اللقطة فين هو عارف الهدف فين زيزو أفضل من بركات؟ مش صعب ان اقولك زيزو أفضل من بركات لكن انا بقولك لا لا والله خالص انا مليش حسابات والله عظيمة مثلا انا رأي انه بركات لا يقارن وزيزو له اسلوبه الخاص تمام وكل لعب جيه كان له ومسته ما انا بقولك انا بقولك هما الان الستايل اللي هو السرعة والحركة ولكن البركات اللي هو بتاعها تكة ما بياخدش وقت كتير ما بياخدش يفرق كتير بلغة الكورة لكن زيزو فراق وزيزو بيدافع وبيعاجم يعني زيزو في حاجات كتير بركات فيه الحتة الاهم اللي هي تدعمات الاهلي لفترة الانتقاط الصفالي شايفها تدعمات جيدة ولا نقصة؟ يعني هما سدوا النواقص الى حد ما بنسبة 90% سدوا النواقص ايه؟ كانت تبقى 100% لو جبنا محترامي طبعاً لكل الموجودين كنت عايز سترايكر السترايكر اللي هو المرعب بس لكن انا دلوقتي في الكورة الحديثة لو كولر يعني يا رب يكون وعند حصن ظننا اللي هو ما بيعتمدش في الكورة الحديثة ما تعتمدش على السترايكر واحد او بتعتمد على على لعيب واحد يجيب جوان بتعتمد على كل لعيبة انها تجيب جوان في الكورة الحديثة في الاجناحة بتجيب جوان السابقى الاسترايكر استرايكر عشان كده بقول لك عشان كده بقول لك يعني هو محتاجين حد برضو من فترة ما شفناش اللي هو الواصل حربة المرعب المرعب قوي اللي هو يتحمل الضغوط اللعيب اللي يتحمل الضغوط دي برضو يعني فروس الحربة محتاجينها قوي فيعني بقول لك بنسبة 90% الاهلي بسد نواقص عنده طيب تشكية النادي الاهلي بالمقارنة بتشكية النادي الزمالك تشكية النادي الزمالك فيها عدد من الشباب نحسن مع عبد المجيد يوسف اسامة نبيه يساين نماري شارك شوية تشكية النادي الاهلي دلوقتي أصبحت بلا عدد من الشباب بستثناء طمام محمد عبدالله اللي بقى الشاب بالنسبة لنا بقى لها خبرات عديدة وكبيرة بس ما فيش شباب برضو يعني برضو متحسش انه الاهلي وصل للمرحلة انه ياخد من تحت من الفلقة اللي تحت ويدعم الفليل الاول عشان احنا ما هنرجع نتكلم عن الناشئين تاني كنا اتكلمنا عليها انا وانت من فترة كده قلتلك ان احنا للأسف للأسف عندنا كنوز في قطاعات الناشئين اهلي زمالك امبي امبي استفاد من الناشئين بشكل جيد قوي مقاولين عندنا انا بقولك انا بشوف الولايات الصغيرين وما بيجوا الاختبرات انا بقى منباهر بيه انا مش مصدق بعد كده الثلاثة اربعة سنين ما بيشوفهمش ليه بقى لان عندنا مضربين الناشئين الا ما رحمه ربي يعني مضربين الناشئين غير مؤهلين ان هما يرابوا ناشئ غير مؤهلين ان هو يربي ناشئ بشخصية غير مؤهل ان هو يربي ناشئ ان هو يطوره ويعده ان هو يبقى لعيب عنده 17 سنة خلاص اكتمل في كل حاجة احنا عندنا للأسف معظم الاندية مع طبعا احترامي للناس اللي هي بتعرف تدير الناشئين وفيه موجود برده بس طبعا قليلين قوي صح بنفكر ازاي ناخد بيهم بطولة ازاي بن بنقعد نقولهم يا جماعة لا البطولة ولازم لو ما كسبناش نقعد نعيط ونقعد نشدة في شعرنا ونقعد نزعق للعيبة وفيه لعيبة كمان بتتهان صغيرين فاللعيب خلاص وعايز يكسب وخلاص فما بترباش ان هو لعيب هيبقى لعيب كور هو شخصية عشان كده انت صعب قوي ان انت تلاقي لعيب ناشئ طالع اهلي وزمالك ويتحمل الشخصية اللي هي بتبقى الضغوطات عليه من الجمهور انت خلاص الجمهور اهلي وزمالك مش هرحمك مفيش انا بقولك انا انا شايف شفت الفاتر اللي فاتي دي ميدو وفخري انا شايفهم اتنين اللعيبة جمدين جدا جدا لو اخدوا فرص جمدين بمعنى الكلمة المس باس بتحسبوا عليه اللعيب اللي كويسي او كمان رقفة خليل كل الناس بتكلم عنه كويسي طبعا طبعا انا بقولك هل انت بقى عندك هل عندك انت القوة والصبر ان انت تدي اللعيب في الفترة دي محدش يستحملك انا بالضبط اجيب لعيب جايز عشان كده هتشوف اللعيبة قليلة شوية اللي هو طالع من قطاعات الناشئين لكن لو ربيته صح من الاول هتلاقيه عنده 17-18 سنة طالع لك فتوة كور عنده شخصية اللعيب يعرف يتعامل بقى مع كل حاجة خلاصة لكن ما تربوش انه لو خسر يعيط احنا كان فيه مدربين يقولك ده الحمدي اللعيبة لو خسرت بتعيط يا جماعة بالمناسبة انا رايح لفاصل بس افتكرت حاجة دواتي عايزة هتراعيك فيها محمد عبد المنعم هو بيحتفل النهاردة انت تاكلينج الحمدي فتح شفته والماتش اللي فات راح هو بيجي يحتفل مع كولر برضو خبط في رجل حتى كولر قال لك انا كنت عايز ياخد انظار عشان خبط رجلي شفته احتسال انت عارف انت بتبقى جايب جول ده فيه احتفلات كتير جدا ده فيه ناس اتخذت بواني فوشة وفيه مناخيرها لفاصرت انا لما حد سألني النهاردة قدت ده طبيعي في الحماس بتاع الفرح بس هو بيني وبينك الحماس ده ممكن يأذي بس هو هو عبد المنعم ادالو تاكلينج كده ايه اللي هو يعني اعرف هو ازاي نتيجة غلط المرة الجاية اما طبعا لازم ياخد باله بلاشي الاحتفلات العليفة بتاع يعني ياريتني الكلامة العبد المنعمة بعد ما نرجع مع الفاصل لان فيه حاجة مهمة لازم كلامك فيها يلا بينا نروح من الفاصل وبعد الفاصل نكمل هذا الحوار الممتع جدا دايما مع الكابتر عبد الحميد حسن يا اهلا بحضراتكم مرة اخر لست مشارفني ومنورني كابتن كبير كابتن عبد الحميد حسن كابتن عبد الحميد قبل ما نروح الفاصل قلتني اعايز اقول حاجة على محمد عبد المنعم العيب هايل العيب هايل لكن هو لازم يفرق بين المسك والتمركز لو عارف يعمل التمركز زي ما يعمل حتة المساك هيعدي مستويات كبيرة جدا جدا وممكن يلعب في اعلى مستويات في الكرة في الدوريات الاوروبية عبد المنعم مساك مساك عبد المنعم شوفناه في كاس الامر الافريقية اللي هو كان اتوس الوان توان ده هو شاطر فيه اوي 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 اللي هو انا ممكن ما خليش تشوف الكورة لكن عنده مشاكل في التمركز ودلوقتي التمركز ده بقى من اهم حاجة في الحالات الدفاعية اهم من واحد الواحد بالزبط فهو لازم يشتغل على نفسه في الحتة دي لان الحتة دي هتفرق معاه كتير جدا جدا لان انا مش هعرف هامسك طول المباراة يعني انا في ثانية ممكن المن بتاعي يروح مني لكن ممكن اتمركز كويس فدي بيضغطي حاجات كتير جدا لو هو عملها لان هو عنده فعلا يعني قليل قوي قليل شوية قليل شوية في حتة التمركز لكن هو في الحالة المن تو مان ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه فلو هو اشتغل على الاتنين ممكن يلعب في المسلوبات بعيدة اوي عن الدورة المصر بتجي نفتح الكرورة الحلوة دي يلا يلا انت بتجي نفتح الكرورة وبتجرى الأسئلة للسادة المشاهدين وانا هنقشك فيه اوكي موسي ماني مدرب أسطوري للأهلي ولا استفاد من نادي انت لسه راضي على الكرورة اه اوي اه اي حد بستفيد للنادي الأهلي اي حد دخل للنادي الأهلي استفاد منه من الجزء؟ اي حد اي حد دخل نادي الزمالك استفاد منه كل الانديها الشعبية اللي لها جماهير طاغية اي حد بدخلها بستفاد اعظيم انا اخد الكرورة اللي بعد اوكي رأيك ايف موضوع كهرباء ومن يتحمل الغرامة هو او الاهلي اه اه علشان انا مش بحب افتي بصراحة انا مش لامل من موضوع اوي اه انا مش فهم بصراحة انا عارف انه عليه غرامة كبيرة و هي على كهرباء و على النادي البرتوغال يمكن بلعب فيه مش على النادي الأهلي بس عشان يرجع الكهرباء يلعب مع النادي الأهلي لازم الغرامة دي تتسدد هل بقى الأهلي يشارك كهرباء في الغرامة؟ عمما انا انا ما شفتش الاهلي تخلى عن حد قبل كده تخلى عن حد يعني في الفترات الحديثة اللي انا عشتها يعني فأكيد لو الاهلي ممكن يساعد ويساعد بس كعرابة لازم يساعد نفسه كمان يعني ايه؟ يعني كعرابة لازم يساعد نفسه شوية يعني يعني لازم يستغل الفرص اللي بتجيله لازم لازم ينضك أكتر من كده بكتير ناخد كارتة تيدي هل جزي كان سبب رحيلك بقى عن الأهلي؟ لا خالص لا لا خالص انا انا اللي صممت ان انا مش من اي ده كلام؟ اه والله ليه؟ بس هو موضوع انا حكيته كتير يعني انا حكيته كتير انا كان حصل كده مشكلة و انا اتدبست فيها بصراحة و كان لازم اقول فيها يعني اشهد فيها باللي حصل و انا شهدت كانت شاهدتي ضد الراجل يعني لا قول لي طب فكرا عشان ممكن تبقى لحاجة انا مش فاكرة انا مش فاكرة انت ممكن كنتكلمت عنها كتير بس انا مش فاكرة فممكن الا انت مش عايز تتكلم عنها اصلا هو يعني اصلاقتها فاتوا خلص يعني متاعي لي مش هتضيف حاجة لو كلمنا فيها انا معاك لكن هو بصراحة هو قال لي انا طول ما انا قاعد في النادي انت قاعد في النادي هاي لكن انا جيت قبل الكويد ما يقفل بثلاثة ايام و قلت له انا همشي خلاص و اتنزلت حتى عن كل مستحقاتي اللي في النادي ناخد اللي بعد طبعا انت لو مكاني كان مكاني المزيع ولا نضيف مكنتش تتسبني لما تسمع عمري بس اشتعفناها بحبك عمري والله العظيم عمري حبيب عمري شدي حسين حسام حسن محمد شريف من يصلح يبقى مهاجم الاهدي الاساسي مع شدي حسين شدي حسين و حسام حسن و محمد شريف المنافسة للتلاتة تبقى حلوة جدا شريف شريف برضو لازم اقول له برضو ان انا ما ينفعش هاجم الكورة انا ينفع هاجم المساحة لكن ما ينفعش هاجم الكورة و دي بتفرق قوي في السرايجر برضو يعني 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 اهاجم الكورة اخسرها يعني شريف النهاردة هاجم الكورة مرتين هو هو هاجم الكورة ما هاجمش للمساحة يعني لازم انا كاسترايكر اسيب مساحة عشان اهاجم الكورة فيها فهمت يعني ما اروحش عند الكورة استناها هاجمها لا انا اروح للمساحة واستنى الكورة فيها طيب انت عبد الحميد حسن مهاجم شايف مين الافضل انه يبقى اساسي النادي من التلاتة اللي هما كويسين عشان رايحك اه حتى اسئلة محرجة جدا اسئلة محرجة بالعكس بالعكس انت في الاول والاخر يعني حتى اي مدرب بيختار مهاجم واحد يبقى عندك تلات مهاجمين قاعدين معاك في الفرق وبتختاروا حتى يبقى نفسك مدرب في الاعلى هتختاروا التلاتة كل واحد فيهم ميزة لكن لكن الاقرب الاقرب دلوقتي انه يلعب شادي شادي اه طبعا لان شادي كان نجمس رميكا شادي كمان فيه الميزة بقى كريم اللي هي مش في الاتنين ان هو جمهور الدرجة التالتة يا شادي اللي هو ممكن يطلع يشجع في المدرجات فهو بلعب بروح مش طبعية عايز يعمل حاجة عايز يكسر الدنيا شادي لان كان حلم حياته فدوافعه تخليه يلعب الفترة اللي جاية حلم الدوافع دي يعني اصعب حاجة ممكن انت تجبها اللي عايش صح فهي موجودة بالفعل عنده حسن عماد متعب عمر زاكي ميدو رتبهم من حيث الافضل حسام حسن هو هم مترتبين على فكرة اه يعني حسام حسن عماد متعب عمر زاكي ميدو انت هم مترتبين انت مرتبينهم على فكرة حسام حسن طبعا مش هيجي سايو هالس في الكرة خالص عماد متعب لعب كبير جدا عمر زاكي نفس الكلام ميدو كان مشروع حاجة كبيرة جدا بس هو طبعا ظلم نفسه في حاجات حكير قوي 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 يعني سالف حلاوة ميدو من اول اللاعبين يمكن اللي بجالنا تحديدا خلانا نشوف الدول انجليزي واوروبا الدول انجليزي تحديدا ميدو كان طفرة برضو طبعا طبعا طفرة كبيرة مع عيكس ومسيليا وسينتفيجو وروما طفرة انا عايز اقولك على حاجة طبعا اه كان مشواره ممكن يبقى اكبر انا ماينفحش انا مش هبكلم على ميدو انا طلع ميدو غرر الحوار انا ماينفحش التنك بموهبة ربنا الدهالي انا ينفح التنك بايه يعني سوريا انا بقول التنك دي مش التنك اللي هو يعني ان انا اتكلم ماينفحش اتكلم على موهبة اصلا ربنا الدهالي مش انا 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 اكتسبتهاش حتى ده ربنا الدهالي انا ماينفح اتكلم ان انا حافظت عليها ازاي ان انا عانيت عشان احافظ على الموهبة دي ازاي ان انا كل الدغطات اللي كانت عليها بس تمسكت بالموهبة اللي ربنا الدهالي عشان احافظ عليها ازاي لكن ماينفحش اقول ان انا ان انا موهوب فاهم أنا عارف أوصلها لك فأنا يعني محمد صلاح بيحافظ على ربنا الدهول تريكا حافظ على الموهبة اللي هو كان ربنا مدهاله أيا كان أيا كان المسمى لكن إن أنا محافظة فدي نعمة أنا بيطلعها من إليه عظيم اللي بعده لو أنت مسؤول في الآلي وقدامك تخلص صفقة نجم كبير في الزمالك دلوقتي مين هو أكيد زيزو أكيد زيزو زيزو طبعا طبعا أنا كان نفسي بن شرقي زيزو من أول ما شفته أنا كاتب عندي على الفيسبوك هتلاقيه من سنة 2000 ومش عارفه كام كده قلت ده هيبقى نجم مصر يعني هيبقى نجم مصر لفترة اللي جاي لا هيبه هايل بصراح طبعا طبعا وعنده كمان كتير جدا صح عنده كتير جدا هل الأهلي جاب احتياجاته زي ما قال ولا معرفش يخلص صفقات مصطفى شلبي زناري ومرسيني ما احنا اتكلمنا على كمين اكتر من واحد من الثلاثة دولكن الأهلي محتاجه مرسينيو مصطفى شلبي الزناري يعني مين الأهلي خسروا في سؤال انتالك كم ممكن يفيد الفرقة اصلا انت جبت بداية انت جبت ميسي ميسي لعب كبير قوي انا دربته في سيراميكا حاجة حاجة كبيرة جدا جدا يعني ميسي ده ما يحط رجله في الآلي محدش هيشيله خالص وجبت كمان اللعيب الباروزيلي مرسيني لا اتكلم على دولاتي اه سابيو اه سابيو فانت عوضت الصفقات اللي انت طب ومناسبة ميسي توتيني ميسي هيبع لعب رائع جدا في الآلي محدش هيشيله شادي حسين وانت كنت بتدرب سيراميكا وقت ما كان شادي موجود في الفرقة شادي الافضل ليه جناح ولا سترايكر شادي بلعب الاثنين كويس قوي فيه بس انت لو هتختار يعني درجة زيادة عن التاني يعني اكرم توفيق بلعب بك رايت حلو قوي بس ممكن يبقى الوسط افضل ما تعرفش يعني في درجة زيادة كمدرب بتبقى شايفة ألعبه ألعبه سترايكر لأن اللي بلعب عشرة وحداشرة أو عشرة وآيان كان الرقم التاني يعرف يعمل أي حاجة اللي يلعب جناح وفرود يعرف يعمل أي حاجة لكن لو عندي حد بلعب مثلا جناح هلعب شادي السترايكر لو محتاج شادي السترايكر جناح هلعي هلعي لكن هو ممكن في الأجواء اللي احنا فيها دي يلعب سترايكر طيب حلو اللي بعد هل قلت إنك زم الكاوي والأهلي بيكسب بالحكام ولا أنا ما قلتش الأهلي بيكسب أنا كان مفهومي إن الأهلي بيكسب بالحكام أنا كان مفهومي قبل ما أروح الأهلي قبل ما أروح الأهلي حتى أنا قلت برضو الكصة دي كتير قلت لما أنا أول محاضرة كتلاها في الأهلي ومسر منول بتكلم كان عمال يقول طبعا أنتوا عارفين الحكام ضدنا وطبعا أنتوا عارفين إن إحنا لازم نساعد نفسنا بنفسنا وعشان نفضل المرة واحد الناس كلها بتتحدانا فانا قلت ده اكيد مقلب معمول فيه يعني اكيد حدا يقولي بقى انت ايه رأك في المقلب ده لان انا جاي طبعا بالبادجراوند بتاعتي ايه يا جماعة في ايه ده احنا ايه فلاقيت الرجل بتكلم بجد ولاقيت ان ده ده المفهوم السابت فانا ده لقيل عشان كده هو ناجح عشان كده دايما الاهلي ناجح شفت انت رديت عليك وانت بولوها في الاول كل انا اجهزي بقولك ويهو في المحاضرة لو الدنيا ضدنا احنا اللي نلعب واحنا اللي نلعب بالزبط واعطاك الده لك ان ينقص العليس بالزبط بس حتى لو انت بس ما كانش فيه فار ما كانش فيه فار ما ينفعش تشوف الظلم بعينك وتسكت يعني ما ينفعش تشوف الظلم البين بعينك وتسكت يعني حتى تبقى الموضوع يعني مرة مرتين لكن مش على طول مش على طول حسن شحاتا جوزيف ريرا كيروش من هو المدرب الافضل وارتبهم طبعا لو رتبناهم طبعا هتكلم عن كابتن حسن شحاتا طبعا عشان هو عمل حاجات كتير لمصر كمنتخب لكن كأندية طبعا مصر من والجزيه والمقارنة هنا صعبة شوية لان انا بتكلم على مدرب وطني مش هتكلم عليه كمدرب مسك أندية لو مسك أندية طلع كابتن حسن شحاتا من القصة انا بتكلم دلوقتي على مدرب وطني كابتن حسن شحاتا طبعا لكن مدرب عندها طبعا مصر من والجزيه آآ كيروش انا مش عايزة مش عايزة افتكر اصلا الفترة اللي هو مسك فيها اصلا خالص احنا اتكلمنا بكده وراء انتك وراء انتك ونجاح وانا كسبت لا 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 انا ممكن اختلف معاك على كيروش ده لحد السنة الجاية بس مش عايزة نعيد الاختلاف تاني خلاص كل التوفير اللي بتقول لهم انا بشوف سنة سنة المقتلق انك كيروش كان من انجاح المدربين الجملة مع المنتخى مصر سنة انا بحب التدريب قوي اه يعني بحب فوق ما تتخيل اه بس ده رائي انا بشوف دايما اقول رائي رائينا في الكورة طبعا كل واحد فينا بيشوف بيعنيه وبيشوف لو عايزة لازم هنختلف اللي عارفه لعب زي حالتك واللي بيبص من بره زي حالاتي والمشجع العادي كل واحد تدريب موضوع تاني خالص بقى خلي بالك تدريب موضوع تاني خالص عن الكورة خالص فأنا دايما بشوفهم بعين المدرب يعني المفروض اللعيبة تبقى عاملة ازاي لو في باصة عمل وأنا مدرب واقف إنت ازاي راضي عن الباص ده أصلا يعني إنت ازاي ما زعقتش ما وقفتش أخطه وزعقت إنت ازاي شايف تحرك لعيب رايح يستلم كورة وما زعقتلوش فأنا الحاجات دي بتعلق فيها فلا كان موضوع صعب ناخد كرت لأ لا السؤال ولا الايجابة هل ممكن رمضان صوف ايرجع الي؟ لا صعب قوي لو رجع صعب قوي لا لا لو رجع لا لا استحالة أنا شايف إنه استحالة أنا شايف إنه استحالة بجد ولا في المستقبل ولا في المستقبل لو ي staتقول إن اصلي استحالة ماشي ولا في المستقبل ما ينفعش ابني يبقى شايف البيت بيتهدى حواليا ويديني ظهر ويمشي ويعيرني ان انا بيتك بتهدى نفعش وبعد كده دخلوا بيتي ما ينفعش ده وجهة نظر انا بصراحة كابتن عبد الحميد دايما بتشرف ودايما بتناول الحوار معك بيخلص زي الساروخ كان عايز ربنا خليك حبيب انا مشكرك شكراً جزيلا ربنا خليك حيضف عزيزا دايما ربنا خليك دايما متقلق واتكسر الدنيا ده كان لقاءنا مع النجم الكبير كابتن عبد الحميد حسن نجم النادي الاهلي الاصبك وده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على البحية